بسم الله الرحمن الرحيم مساء الفل وأهلا بكم في حالة جديدة وأسبوع جديد من المطش وحشتونا جدا في أيام الأجازة وأهلا بكم في بداية أسبوع جديد النهاردة ينطلق ويستمر حتى يوم الأربعاء كالعادة كل يوم هنكون موجودين معكم من مدة ساعتين هنتابع خلال الساعتين كل ما حدث ويحدث وسيحدث بإذن الله فمنورينا من بداية هذا الأسبوع ويلا بينا نبدأ نشوف إيه اللي بيحصل هو أسبوع هيكون خلاله توقف دولي وبالتالي في ناس بيوحشها أوي أنديتها لكن في ناس بتحسم تأهل منتخبات بلادها إلى بطولات أو حتى بتكون مباريات ودية فيمكن بيكون وحشك مثلا منتخب بتشجعه أوروبيا أو عالميا غير أن أنت لأول مرة من سنة ونص تحديدا يعني في يوليو 2019 أكتر يعني هتشوف محمد صلاح مع منتخب مصر يا رب يعني يا رب إن شاء الله ربنا يحميه ويحفظه علشان من ساعة مطشة جنوب أفريقيا لم ينضم إلى منتخب مصر فالأسبوع ده هتشوف محمد صلاح مع منتخبنا الوطني ودي أول نقطة في حالتنا النهاردة منتخب مصر والكابتن حسام البدري أعلن هو والكابتن شوئي غريب قائمة منتخب مصر الأول والأولمبي على الترتيب لتوقف شهر مارس الرسمي بالنسبة للأول والودي بالنسبة للتاني منتخب مصر كالعادة دائما ما تكون الاختيارات طبيعي جدا بتفرق ما بين مؤيد جدا ما بين مؤيد نص ونص ما بين معارض جدا ما بين معارض نص ونص ما بين واحد عنده ملاحظات أو انتقادات أو واحد أصلا مش عادبه خالص اللي بيحصل تعالوا نستعرض القايمة اللي تابعناها يوم الخميس ونمسك بعد كده نقطة نقطة البدري أعلن أربع حراس مرمة محمد الشناوي محمود جنش محمد بسام عمر عامر هنرجع للقايمة بعد ما نقولهم كاملين وحدة وحدة نتكلم على بعض الأسماء خط الدفاع محمد هاني عمر جابر أيمن أشرف أحمد أبو الفتوح أحمد حجازي محمود حمد الوينش علي جبر أحمد أيمن منصور ياسر إبراهيم خط الوسط المدافع محمد النني عمر السلية طريق حامد حمدي فتحي خط الوسط المهاجم محمد صلاح حمد الله على السلامة تريزي جي فاروق أحمد سيد زيزو إسلام عيسى مصطفى فتحي محمد مجدي أفشة وفي الهجوم مصطفى محمد حسام حسن أحمد ياسر ريان ومحمد شريف نرجع بقى القائمة من الأول كده من حراسة المرمى ولنا بعض التعليقات اللي قرينا تعليقات كومنتو فيها وده سؤالنا النهاردة على صفحاتنا المختلفة وعندين احنا كمان تعليق فتعالوا مع بعض نتناقش في قائمة معسكر مارس اللي هنلعب خدالها مبارتين واحدة مع كينيا هناك ثم مع جزر القمر هنا ومتوقع أو مأمول يعني أنه في هذا المعسكر أو في هذا التوقف الدولي نكون قد تأهلنا رسميا بل ومتصدرين إلى أمم إفريقيا المقامة العام المقبل في الكاميرون إن شاء الله واللي كانت مفوتة لعب السنة دي لكن اتأجرت بسبب كورونا محمد الشناوي لا خلاف أبدا أعتقد ما فيش واحد في مصر يختلف أن محمد الشناوي لازم يكون في القائمة جنش بسام عامر عامر دينا بعض الملاحظات جنش بقاله تقريبا أربع أو خمس مطشط بيلعب أساسي بعد فترة غياب طويلة خلالها لعب محمد أبو جبل حارسا لمرمى الزمالك عجبني جدا تصريح أبو جبل اللي قال فيه إن هو وثق في اختيارات البدري وأيمن طاهر وإنه مش متدايق حتى وإن كان من داخله متدايق جدا لكن كان تصريح ذكي من أبو جبل وأعتقد إن اختيار جنش مش بس عشان هو بدأ يجيب مستواه لكن الواضح إنه علشان أنا كمدرب لمنتخب مصر لازم أختار حارس مرمى في الأهلي وحارس مرمى في الزمالك دي مش قناعتي دي قناعة واضحة جدا عند الكابتن حسام البدري باعتبار إنه بيلعبه في أفريقيا وبيعبه في أجواء جماهيرية وبالتالي هو الأجهز وبالتالي يلا بينا نضم من الاتنين عامر عامر اعتاد أن يدخل معسكرات منتخب مصر حصل قبل كده خلافات مع الجهاز الفني السابق واللي قبله للمنتخب الوطني عشان كان بينضمه وبيخرج لكنه في النهاية بينضم بعد مستوى جيد جدا قدمه مع سيراميك كريو باترا من ساعة منتقل من الانتاج الحربي هذا الموسم محمد بسام قد يكون هنا الخلاف اللي عندي مثلا إنه محمد بسام آه حارس متميز لكن مش أحسن مواسمه خالص هذا الموسم لكن رأيي إن حسام البدري اختاره لإنه من رجال حسام البدري اللي بيثق فيهم جدا ومقتنع بإمكانياتهم بغض النظر هو دلوقتي جيد ولا مش جيد مين البدائل؟ عبد المنصف الدايق عبد المنصف قدم موسم كويس وجاءت نظري إن عدم اختياره رغم إنه ممكن يكون اختيار تكريمي حتى لو ما كانش أول ولا تاني لكن هو في النهاية البدري بيقول إنه ده خلص أنا دلوقتي عايز أجدد أعمار عايز يعني أنزل بالأعمار فبسام أكيد أقل سنا من محمد عبد المنصف حتى وإن كان عبد المنصف أفضل أداءا من بسام هذا الموسم كان من وجهة نظري شريف إكرامي ممكن يكون أحق كان من وجهة نظري عمر ردوان ممكن يكون أحق بالنظر بإنه برضو أنت بتتكلم بقى أولا في مشاركة مستمرة أداء جيد وحتى سنة صغيرة لكن في النهاية دي اختيارات البدري على مستوى حراسة المرمى خط الدفاع محمد هاني لا خلاف عليه ظاهير أيمن في وقت أنت بتفقد في المركز ده بشكل كبير في الدورة المصري وعمر جابر ظاهير أيمن وفي نفس الوقت لعب خط وسط وبالتالي بيوفر لك حلين إذا احتاجته أيمن أشرف كظاهير أيسر أو كلاعب مساك وهو في التدريبات بتاعت المعسكرات اللي فاتت بتلاقي بيلعب في النص ده بيتمرن مساك وده بيتمرن باكليفت وهو موجود في النص والله أنا جاهز عايزين تاخدوني هنا عايزين تاخدوني هنا عايزين تاخدوني هنا عايزين تاخدوني دكة أنا جاهز فأيمن أشرف يعني لا خلاف أنه يكون موجود وكده كده برضو بيوفر لك اختيارات كتيرة فاتوح وحجازي والوينش وعلي جبر وأحمد أيمن منصور وياسر إبراهيم ياسر إبراهيم بيعود للمنتخب كان ليه تصريح غاضب جدا من حسام البدري من أشهر تحديدا يوم 27 نوفمبر اللي فات بعد مطش الأهلي والزمالك لما كان معنا هنا في مداخلة تليفونية وقال أنه القصة ما بتمشيش بس بالمستوى فهو كان يستغرب عدم انضمامه للمعسكرات وقد انضم ياسر إبراهيم بعد أداء متميز قدمه في الفترة الأخيرة ما اعتقدش أنه فيه مشاكل كتير قوي أحمد حجازي النهاردة بعد الطرد اللي خده في مطش الاتحاد السعودي والرائد في الدوري السعودي في أول دقايق المباراة بسبب منعه انفرادا محققا للرائد طرد وبالتالي الأزمة بتاعت الحجر وأنه هيتحجز قد كده صحيا فمش هي فيلعب مطش الكلاسيكو مع الهلال ان عدمت لأنه مش هيلعب كده كده مطش الهلال وبالتالي ستجد بنسبة كبيرة حجازي مع المنتخب في مطش كينيا وفي مطش جزر القمر هنا خط الوسط ودي عندنا فيها ملاحظات خط الوسط يلا انني عمر السورية طرق حامد حمدي فتحي لا خلاف على الأسماء المنضمة كلهم عندهم خبرات انضمام للمنتخب في المواسم الماضية بنسب متفاوتة لكن على مستوى خط الوسط المهاجم بعيدا عن الأجنحة اللي تريزيجيه وصلاح أكيد ضمنين مكانهم محمد فاروق بيقدم أداء جيد بعد تجميده فترة لكن رجع بقى من أهم عناصر فريق بيرامدز هذا الموسم زيزو مش في أحسن حالاته الفنية لكن يثق جدا في حسام البدري وقد يكون البدري مقتنع بأنه انت أكيد مع المنتخب حاجة ومع الزمالك اللي عندك شوية مشاكل مع جماهيره الفترة دي أو مع تركيزك معاه بسبب عروض سواء إماراتية أو تفاوض محتمل من الأهلي فدي حاجة مع الزمالك معاينة انت أكيد تبقى جاهز وزيزو نفسه أعتقد أنه سيكون أفضل مع المنتخب من الزمالك في المرحلة دي إسلام عيسى مؤخرا رجع بقى من اللعيبة المؤثرة في بيرامدز شارك بانتظام مؤخرا وبالتالي ممكن يكون استغراب لكن انتوا عارفين حسام البدري برضو من أيام الأهلي من أيام بيرامدز والآن في المنتخب بيثق جدا في إسلام عيسى ومحمد فاروق مصطفى فتحي بعد ما خلاص رجع بالفورمة رجع بمشاركات بدنية عالية تسعين دقيقة في مطشات كتيرة مع سموحة بل وأهداف سواء كانت تصويبات أو ضربات جزاء فانضمام يبدو منطقيا بالنظر كمان لأنه عنده خبرات دولية في المرحلة الماضية مجدي أفشة دي القصة الواضحة الوحيدة اللي ممكن نعلق عليها بشكل كبير يعني مين بديل أفشة في منتخب مصر انت عندك محمد إبراهيم من المتقلقين في الدوري دقيق لعب كاملة في كل المطشات بيلعب مراكز مختلفة كبلايميكر زي أفشة أو كلعب ارتكاز لما بيكون سيراميكريو باترا عايز يهاجم أو حتى كجناح لما بتكون عايز تزود لعيبة بخط الوسط فتبقى أو لعيبة مهاجمين فمحمد إبراهيم يلعب كجناح غيابه يبدو غريبا هو وأوباما الحقيقة لأن الاتنين من أكتر اللعيبة اللي بتلعب في نفس مركز أفشة اللي كانوا يستحقوا الانضمام واحد تيهم على الأقل لكن يرى البدري أنه مش محتاج دلوقتي إلا أفشة اللي ربنا يعينه ويديله الصحة يعني خط الهجوم أخيرا مصطفى محمد حسام حسن أحمد ياسر ريام محمد شريف عرف يرجع مرة تانية لاختيارات البدري بعد مطشات أثبت فيها تقلقه مع الأهلي في المرحلة الأخيرة أحمد ياسر ريام مبروك لانضمام للمنتخب من سيراميكريو باترا وبالتالي من سيراميكريو باترا بينضم اتنين للمنتخب هذا الموسم منهم المتقلق عامر عامر كان معنا هنا من أسبوعين تقريبا وقال مركز جدا والتقدم إلى قائمة المنتخب أهم حلم بالنسبالي في الفترة اللي جاية وقد تحقق حلمه معنا عطريفون عامر عامر قائد سيراميكريو باترا كابتان عامر أهلا بيك منورني ومبروك لانضمام للمنتخب أنا حبيبي ربنا يبارك فيك حبيبي وأنت وحشني جدا والله أنت كمان وحشني ببارك لك لأنك حاطت هدف من بداية الموسم ودلوقتي في أول معسكر من بداية الموسم بتنضم من المنتخب والله الحمد لله يعني أنا بشكر جهازة فن المنتخب على السفل الكبيرة دي ويا رب إن شاء الله كنا عند حزن ظنهم بإذن الله بإذن الله حلم بالنسبالك انضمت للمعسكرات قبل كده كان فيه شوية مشاكل قبل كده بسبب خروجك ففضلت مصمم والسنة دي حتى مع فريق جديد قلت وانت بتنضمله سيراميك كليو باترا إنك رايح له عشان المنتخب ده تحقق شفت ده إزاي أو إزاي حصل من بداية الموسم لحد النهاردة والله الحمد لله أول ما مشيت من الانتاج الحربي وأنا حاطت هدف قدامي إن أنا إن شاء الله أعمل حاجة أشرف موظومة سيراميك كليو باترا ده رقم واحد ورقم اثنين أنا بموجود في المنتخب وده طموحي وطموحي لحد ما إن شاء الله يعني أبضل قرى إن أنا بموجود في المنتخب فالحمد لله يعني تعد القطرة اللي فادت دي ربنا وكررني ودرت بموجود في القائمة الحمد لله الحمد لله منافسة مع محمد الشناوي حارس الأهلي مع جنش حارس الزمالك مع بسام حارس طلاعي الجيش وإنت موجود في القائمة شايف إزاي القدرة على التواجد سواء في القائمة النهائية إذا خرج حارس أو حتى في المشاركة سواء في مطش كينيا أو جزر القمر كابتن عامر والله تواجدي في المنتخب في حد ذاته ده شرف له أو شرف لأي حارس موجود في مصر أتمنى إن شاء الله للفترة اللي جاية مع المنتخب أعدي تصورة كوية إن شاء الله وأكون عمد حظ نظر كابتن عيما مطاير وأشرفه إن شاء الله وأكون في القائمة موجود إن شاء الله طيب خلينا وإنت معنا نستعرض أهم أرقامك هذا الموسم اللي خلالها عملت تصديات كتيرة خرجت كمان بعدد كلين شيتس أربع مرات من اللقاءات اللي لعبتها السبعتاشر مشاركة منتظمة بدون استبدال أو الحمد لله أي إصابة استقبلت 18 هدفا تصدى لضرب الجزاء أمام الاتحاد السكندري عامر عامر صاحب الأربعة وثلاثين عاما انضمام مستحق بالنسبة للاعب طمح فيه واشتغل عليه بابريك لاموانة تانية كابتن عامر وإن شاء الله موفق وترجعو لنا كمان من المعسكر ده بست نقاط متأهلين رسميا لأمم أفريقيا حبيبي عامي وإن شاء الله ربنا كرمنا بإذنة المعاشرين إن شاء الله ونسعد كمور محكول إن شاء الله بإذن الله بشكرك جدا كابتن عامر عامر حارس مرمى سيراميك اليو باترا ومنتخب مصر الأول الكابتن شاوي غريب في نفس اليوم وبعدها بدقائق أعلن قائمته هو القوة الآخر لمعسكر مارس الودي اللي بيستعد به للأهم وليمبياد توكيو في يوليو المقبل فجاءت القائمة كالتالي ضمت قائمة منتخب مصر الوليمبي في حراسة المرمى عمر ردوان المتقلق مع أسوان محمد صبحي المتقلق مع الاتحاد السكندري جاد المتقلق مع أمبي عمر صلاح غير المنتظم أساسيا مع سموحة ومصطفى شبير الحارس الثالث في النادي الأهلي خط الدفاع بيضم أسامة جلال صاحب الخبرات سواء بالمشاركة أساسيا مع أمبي قبل الانضمام لبيرامدز والمشاركة أساسيا أحمد رمضان بيكهم لعب الأهلي محمود مرعي محمود الجزار محمد عبد المنعم عبد الغاني محمد كريم فؤاد حسن علي وأحمد عيد ظاهير الزمالك خط الوسط العربي بدر عمر حمدي أحمد هاني المتقلق مع الإسماعيلي مع طلاعي الجيش أكرم توفيق إمام عشور يوسف الجهري أحمد سعيد أحمد الندري داعب خط وسط متقلق الموسم ده في المحلة محمود نبيل فوز الحناوي عبدو يحيى أحمد عبد الآدر المتقلق جدا مع سموحة والمعارمن الأهلي وإبراهيم عادل نجم بيرامدز في الهجوم صلاح محسن ناصر منسي أسامة فيصل فادي فريد طاهر محمد طاهر نرجع بقى الخط الوسط سريعا خط الوسط الدفاعي زي ما قدام حضراتكم في الصف الثالث أو السطر الثالث بيتواجد محمود نبيل نجم فريق سيراميك كليو باترا صاحب أول أهداف سيراميك كليو باترا هذا الموسم في الدوري وفي تاريخه في الدوري المصري الممتاز بهدف كان سجله في الانتاج الحربي متقلق في خط وسط الفريق رغم صغر سنه محمود نبيل بولبل أهلا بيك منورنا حبيب يا هاني ربنا خليك لها شكرا لقدمها الجميلة تستحقها مبروك مرة تانية لانضمام للمنتخب الأولمبي وبفكرك يوم مطش الانتاج الحربي بداية الموسم أول مطش ليكم سجلت هدف أنت وكان مع أنا مداخلة هنا مع بعض وقلت لي أنه حلمك الموسم ده الانضمام للمنتخب الأولمبي فأول معسكر بتنضم حلم تحقق سريعا بسبب أدائك الحمد لله طبعا بذكر ربنا عن ضمام المنتخب الأولمبي شراف لأيه لاعب طبعا تمثيل منتخب بلده وإن شاء الله أنا هادف للتمرار مع المنتخب والمشاركة طبعا وحلم بالي المشارك في الأولمبيات ونحق المركز يليه بمصر لأن فعلا الجيل الموجود دلوقتي كله لعبة مميزة وجهاز فني على أعلى مستوى وإن شاء الله نشرف مصر يعني بإذن الله بإذن الله إزاي اشتغلت على ده عملت إيه من بداية الموسم من موقع سعود سيراميك كليوباترا إنك تبقى أساسي في الفريق وبعضية تنضم لمنتخب مصر الأولمبي والله طبعا ده يعني أنا بشكر ربنا أنا طبعا موجود أحب أوجه الشكر لسابت النائب محمد أبو العنين وإستر طاري وإستر ماتاز وكابتن هيسم طبعا نمو مفررنا كل صبر النجاح وطبعا نحب أشكر كابتن هيسم يعني بشخصه لأنه راهن علي مثلا اللي فاتت وكملت معه في الدار المنتج طبعا مسترعيبة ومجوم كبار وقدرت أحافظ على مركزي وأنني ربقى متواجد بشكل أساسي دي طبعا حاجة كانت يعني كانت صعبة والحمد لله قدرت أن أنا أحافظ عليها وكت بشتغل من أول دقيقة يعني أنا أكون متواجد في منتخب مصر ومش بس أن أنا أكون متواجد يعني مقدف شرف لا أنا أعايز إن شاء الله أنه ربنا يكرمني وبإذن الله أكون متواجد في البطولة وأنه أمركز كويس شرف مصر كلها بإذن الله بإذن الله وطول ما أنت عندك طموحه وبتشتغل عليه فربنا يوفقك إن شاء الله كابتن محمود وسؤالي الأخير لك في السياق ده يعني الكابتن شاوي غريب هل حصل كلام بينكم ولا لسه يعني إزاي تلقيت خبر انضمامك للمنتخب لا هو أنا لسه يعني أنا ما أتكلمش مع كابتن شاوي غريب طبعا كابتن شاوي غريب مدرب كبير وأنا يعني برضو أستفد منه أكيد وإن شاء الله بكرة أول معادي في المعسكر إن شاء الله يعني يكون فيه مننا كلام بكرة بإذن الله ربنا يوفقك إن شاء الله منافسة شارسة لكن كلها لمصلحة منتخب مصر الأولمبي في النهاية على مستوى خط الوسط الدفاعي ببارك لك مرة تانية يا بلبل وربنا يوفقك شكرا الله بارك لك شكرا لك وابت توفيق نورتنا طيب خلينا أقول لكم إنه بعيدا بقى عن الإعلان عن القائمتين ربنا يوفق المنتخبين إن شاء الله لإسعاد الجمهور المصري فإتحاد الكرة المصري أصدر بيانا بعدها وبيتكلم فيه على اجتماع مع لجنة الأندية أو مع الأندية الـ 18 في الدورة المصري الممتاز من خلال ممثليهم ما بين السطور مهم جدا إنك تقرى دايما تحديدا في بيانات اتحاد الكرة المصري اللي جي بيانه كالتالي قال فيه إنه أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة طرح خلال اجتماعه مع مندوبي أندية القسم الممتاز رؤية الاتحاد في تخفيف ضغط المباريات على الأندية تفاديا لامتداد الموسم الحالي إلى ما بعد سبتمبر المقبل اللي هو قال إنه آخرنا 30 سبتمبر فعشان ما نزدش لده ما نعديش ده نعمل إيه حدد بموافقة الأندية أن تلعب مباريات الدوري كل 72 ساعة أو بقى أنكوا توفقوا لو مش عايزين تلعبوا 72 ساعة وتقولوا لنا تعبانين ومضغوطين تلعبوا بدون لعب المنتخب الأولمبي خلال فترة إعداده اللي هي في شهر 6 وخلال مشاركته في أولمبياد توكيو اللي هي ما بين 7 و 8 بالإضافة إلى لعب الدورين 16 و 8 اللي بطولة كاس مصر من غير اللاعبين الدوليين إيه رأيكم ده ولا ده أي الوحشين تختاروا الخروج عن هذه الحلول يهدد بامتداد الموسم إلى نوبمبر المقبل للعام التاني على التوالي نتيجة استيناف الدوري السابق في موعد غير طبيعي وده هيدخلنا في دوامة الموسم المقبل تاني نفس اللي حصل للسنة التالتة على التوالي مش هنعرف نبدأ بدري فهنتزنق الموسم اللي جاي قالوا إن أندية الدوري المشاركة في الاتماع توزعت قراءها بين امتداد الموسم لشهر نوبمبر يا باشا ما عندناش مشكلة نكمل لنهاية النوبمبر إن شاء الله نقعد سنتين نلعب في الموسم واحد بعضهم قالوا لا إلغي الموسم طبعا بالنسبة لك واضح أكيد وبالنسبة لك مين الأندية اللي هتطالب بإلغاء الدوري أكيد التالتة اللي موجودين في مراكز الهبوط لو عليهم يا باشا نكمل دوري إلغي دلوقتي حالا إحنا مضغوطين وعندنا مصلحة الكرة المصرية أهم من مصلحات نحن ده كمان أوضح إنه لأ نرجع نرجع لدي أهم حتة اللي جاي اللي فاتت دي اتحاد الكرة قال إنه لأ ده أمر غير مقبول فنيا عجبني جدا اتحاد الكرة إنه مصمم على استقبال أو استمرار الموسم قال إنها هتصطدم بارتباطات الموسم المقبل على المستوى الدولي لو لعبنا فيما يخص إلغاء نوفمبر يعني أما فيما يخص قرار الإلغاء لن تكون حلولا مقبولة على مستوى الرأي العام هو الحقيقة بس ملحوظتي في النقطة دي هو ما ينفعش بس يبقى زعلك أو خوفك من إلغاء الموسم هو الرأي العام اللي هيعترض والمفروض أنت نفسك كاتحاد كورة مسؤول عن استمرار مسابقة وإقامتها هو إنك تبقى رافض 100% إلغاء الموسم يعني مش بس خوفا من الرأي العام وأنا عجبتني صراحتهم لكن هي صراحة لأمر غير جيد ما ينفعش تقول الرأي العام هو اللي هيزعل أنت نفسك المفروض تزعل لو بقى فيه فكرة إلغاء الدوري أنت موجود ليه يعني فاقتنع به جميع الحاضرين في نهاية المناقشات حلو جدا يعني قال لنا أنه خلاص الناس قالت مفيش دوري هيتلغي وتمام كمل ومتوافقين يعني عدد كبير من الأندية طلبت باستمرار تحمل الاتحاد لتكليبة المساحات الطبية زي ما حصل الموسم اللي فات وإلى ما دون ذلك بقى في قصة الرسوم المفروضة قانونا واللي تمثل المديونية الأكبر مين يدفعها ومين يدفعها الباقي طيب دي نقطة مهمة جدا ولكن ما بين السطور أنا عندي إحساس أنه هو حطيلك فكرة إلغاء الموسم وبعدها قال لك لن تكون مقبولة علشان بص على صورة مش هيلغي الموسم خلاص رحت باهتمامك لإلغاء الموسم خلاص مش هنلغي ففي النص كده يروح بيه ما قدم لك كمان شهر ولا حاجة حل طب نلغي الهبوط أنا أقلق ما عنديش أي معلومة لكده لكن أنا أقلق أنه يتقال هنلغي الهبوط الأندية اعترضت الأندية متضايقة الأندية مضغوطة 72 ساعة طب خلاص نكمل وفي نهاية الموسم يلغو الهبوط من دلوقتي وإحنا مش عارفين مين اللي هيهبط وإحنا لسه عندنا دور كامل ومطش لكل فريق ما ينفعش تلغي الهبوط ما ينفعش تلغي الهبوط بغض النظر كان اللي هيهبط أهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا فريق بيصعد لأول سنة السنة دي لازم تكمل الدوري كما بدأ بهابطين ثلاثة وببطل واحد وباثنين متأهلين دوري أبطال أفريقيا يا أوروبا يا سيدي يا باشا ومالو واثنين متأهلين للكمفيدرالي نتمنى أنه ما تفكروش في حاجة زادية عشان تبقى وحشة قوي في حقكم وحشة في حقنا احنا كمان كرياضة وكرة قدم مصرية بالمناسبة في أفريقيا النهاردة كان عندنا قصة فريق سنبا التنزاني تنزاني عاملة مشاكل كروية الفترة اللي فاتت دايقوا بيرامدز ودايقوا المريخ فريق سنبا التنزاني وهو بيستضيه في المريخ السوداني سنبا التنزاني عملوا المسحة وكان معنا مخطط الأحمال لفريق المريخ سكايب قبل المباراة قال لنا احنا غايتون نتمنى نتيجة التحليل الكورونا وما طلعتناش فاحنا قلقانين شوية يوم المباراة طلعت لهم النتيجة بتمانية مصابين بكورونا فلعبوا بقائمة منقوصة من تمانية من لعبيهم الأساسيين فاتغلبوا ثلاثة قالوا مش هنسافر إلا لما نعمل مسحة بمعرفتنا ونشوف نتيجتها ونشوف التمانية دول فعلا كانوا إيجابيين على مستوى الحالات والعيناتهم كانت سلبية وانتوا بتشتغلونا طلعت النتيجة النهاردة قبل ما يسافروا فكانت سلبية مش إيجابية هنا تقدم سنبا أو المريخ السوداني للاتحاد الأفريقي اللي كرت القدم بشكوى ضد سنبا قال لهم لو سمحتم رجعوا القصة دي عشان واضح إنهم ضحكوا علينا وخسرونا بعد ما أفقدونا تمانية من لعبين غير المصابين بإنهم قالوا عليهم إنهم مصابون معنا على التليفون محامي فريق المريخ السوداني الأستاذ أحمد عباس أستاذ أحمد أهلا بيك منورنا أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك منورنا ومنور الدنيا كلها قصة مقدمة مقدمة لبداية من فكار كبير هتحصل مم بسكار كبير هتحصل مش لنادي المريخ دي كل الأنذية المشاركة في كفتورة الإفريقية سواء الأبطال الدولي أو الكفتورة ليه ليه متتلم الحقيقة المسكوى دي محرك وصفتها دلوقتي بالبداية وكان معاك إسلام جمال إسلام جمال أه وحتالكو أنه عضو ست ساعات تقريبا ويوم ما وصلوا وصلوا قبل الماضي الثلاثة إيام نفس اليوم أعادوهم مفروض نفيجي من دوق من المستشفى اللي هعمل لهم أو المعمل اللي هعمل لهم التحليل أو الفحص في الأوتيل مجاش فالطلعوا يروحوا من المستشفى أعادوهم ست ساعات في المستشفى تقريبا طبعا منها مفروض نالتاني يوم من النفيجة توصل لهم تمام عشان بعد كده لو حصل حالات لهم تفق وصلوا بمسحة تانية عشان قبل الماضي بيوم تمام في اليوم دعا ما وصلوا مش أي نتيجة لذلك بالليل الثاني يوم قبل المقرب بتاعتين فوقيت فوقيتهم بتصرفية بقولي مندوب من نادي سيمبا مش من المعمل تمام بيقبلهم من تيجي التحليل بين فيه تمام لعبين والتمام لعبين هم الأساسيين في الفريق منهم ستة منتخب سودان تمام أنا شخصيا كنت معهم قبل المساة وبنفس الليلة ايوه بيوم تمام التحليل الفحص داعش من السودان لمصر وعملت معم التحليل تمام فصر على طول بعد الاحتجاج للجنة التكاف تمام لجنة التوارق وطولهم الوضع كذا كذا وفيه تمانية لعبين مصابين بنرجو تأجيل المباراة لأنه ده في خطورة على اللعبين خطورة على الأنية اللعبين 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 اللهم اللي كانوا معهم لو على فرض اللي فيه تمانية مصابين ايوه هذا اللعب يبقى للفريق مصاب في احتمالي مصاب احتمالي مزبوط وهيلعبوا المباراة فهذا حينتقل العدوى إلى لعب نيسمبر تمام تبقى لنص المد التانية من الزاب العام اه صاخر الجيم المفروض أنه المباراة دي لو متوديش أو تسبب خطأ ليكون في خطورة على اللعبين اه يعني اي حاجة مش مفروض ان لأي مصابقة او اي اداء اه مباراة يكون فيه اي سبب خطورة على اللعب اي وجهت انه الرد جي رسمي معانا الرد رسمي من من الكاف لحاجة الفريقي وبلغوا للمرأب المباراة انه لأ المرأب راح تتلعب لان المعامل التحدي تم بمعامل الدولة تمام وزد تحدي شكنا في الموضوع لان التمانية دول يعني متناحين بالزبط هما اساسي السريع اه اللعبة دي مش معظم احتيارات وفيه اثنين مصابين تمام مكنش في حد مع الدكة مش موجودين مم ف في بقى معلومة كمان مهمة كانت في دماغنا ان المدير الفاني لسيمبة قبل ما يكون مدادر سيمبة هو كان المدير الفاني لنادي الماريك يعني هو انتقل الماريك على سيمبة تمام اذا هو عارف اللعبة كويس او هم من اللي حيختارهم طبعا دي شكوك بدون قدلة لكنها شكوك قدمتوها في مستنداتكم في شكويتكم بالضبط تمام لما يجمع خلص انتهت المباراة اصطرهم كله يستنفر مع عدد تمانية دول معهم طبيل الفريق تمام واحد من الاستفارة الاسمدانية هناك وتوجهوا المعمى لوزارة الصحة المعتمد الرسمي بس بتنشر كنتوا لعيبين تنادي الماريك تمام وتعاملهم التحليل وصلت لنا اللي لسه زعينا حالا على الشاشة ان هي طلعت نيجاتيف سلبية التمانية 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 اه نجد اذا الموضوع فيه تلاعب بذلك تدور طبعا عمرت شكوة تانية اه قدمت شكوة تانية يوم يوم تمنتاشر للتحاد الكرة السوداني اه موجه الى التحاد الفريقي بالأحداث اللي حصلت وشكوكنا الموجودة اللي احنا لاحصناها اه كانت قدمنا للموضوع عدم إصابة اللعيبة بالتالي تقدمنا للنهاردة الشكوة تانية ايوا من خلال التحاد الكرة السوداني الى الكاف بسحب تحب النتيجة المباراة تمام وتوقيع العقوبة على ال على نادي سيمبا وإخراجهم للبطولة سبقا المدى 10 والمدى 13 من اللايحة الكاف اللي بقول ايه اللايحة الكاف بتقول انه في حالة تلاعب اه او اه الغش في المباراة بانه احد الاندية اه هي مذكورة بانه فيه غش بحيث ان النادي داخل لاحب اه مقوف او او غيره طبعا لان حاس لحالة الكورونا حالة مستحدثة جديدة اه شبيهة يعني او بالقياس يعني بالقياس لانه ليس حالة تنصها على الحاجات دي في الكاف وفي نصوص تانية في لاحية الأساسية في الفيفا بتنص على الكلام كثير جدا على الموضوع بتعمل تمام ونصة النصوص كلها طيب النهاردة المسكلة مش هتبقى بس المريخ المسكلة النهاردة لما بحثت تانية رقيت نالي سيمبا في الدول التمهيدي لاحية ثلاثتين اه نادي اسفو بلاكسيو يونيتي بالناجيري ونادي بلتينيوم الزنبابوي تمام نفس الأحداث ونفس السيناريو بالضبط نادي الناجيري لما راح معامل التحليل بتاعته من فحف في تانزانيا فوقي برضو قبل المسيط بقاي بتاهم نفيذ حالتين عندهم وما اختفتين لعيب اه وقداموا طعام في المرائب المورا لهم خلاص هنبلغ وبعدين بالشتاكوة بتاعكم اه النادي التاني الزنبابوي لقى 8 حالات وقبل المباراة برضو سلمونهم قبل المباراة بساعتين نفس الحالة وقدموا شكوهما كمان وقدموا شكوه ولم مفيش حد رد عليهم طيب هل تتوقع ان التالتة تبقى تابتة ويردوا عليكم ولا زيكم زي اللي أبليكم ما يتردش عليكم ده في تالتة كمان لا في تالتة كمان من نادي اللي هو اللي كان بلعب مع القدام برامس لانه برضو كان هو في التصوير دعب من نادي مرانجولا وبردو تعمل ست حالات وبردو نفس الشتناير بتعام بالظبط على ذلك نادي المريخ برضو دعيب هو أسنان بورا قبل ما يطعو على الملعب لقى البدرة البيضة دي وغيرت شرطات والعمل واشتاكوهما 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 المباركة المباركة لكنه طبعا القرار بتاع الكاف اللي لقى المباركة تتلعب تمام تتلعب طيب متوقع امتى يترد عليكم على سواء بعقوبة لسيمبا او باستمرار المباركة انها تلعبت وبنفس نتيجتها ثلاثة صفر يعني المنتظر امتى لابد من يكون قبل المباركة لابد لانه ما تردوش علينا في الفترة دي انا حتري ارفع دعوة تانية او شاكوه الى الكاس نحن بتحكم الرياضية الرياضية بالمساعدات اللي معايا لكن حيوقع أقوبة كبيرة جدا على الاتحاد الفريق لانه لانه في حاجة في حاجة مهمة جدا الاتحادات القرية والاتحاد الدول لما بيعمل بطولات دولية لابد على قياسا على المنشطات في لجنة طبية محيدة هي اللي بتقوم بهذا العمل تمام لكن ما ترحش تقول لي الدولة هم يعملوا عن طريقهم وعلى فكرة كل الحاجة بذكرتها دي كان نبي سيمبا هو اللي بيسلم النسيجة أي فالمفهول ان في لجنة طبية محيدة بيعملها الكاف عشان المتابعة واضح بشكرك سيد أحمد عباس المشاري القانوني نادي المريخ السوداني نورتنا وشكرا على التوضيحات وفي انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في هذه المجموعة المعقربة اللي الأهلي الحمد لله عرف يخلع من عقربتها بتحقيق فوز مهم جدا على بيتا كلوب في الجولة الماضية مجموعة خلالها اشتكى المريخ من قصة سيمبا وخلالها اشتكى سيمبا من قصة فيتا لما قال ان هم أشركوا لاعبين سيمبا من المريخ ان هم أشركوا لاعبين ما ينفعش يشتركوا ومجموعة يعني ده غير ان الاهلي كانت تعادل فيها مع بيتا فهي المجموعة رايحة جاية لكن في النهاية هنشوف اللي هيحصل وطبعا قصة بودرة العفريت دي عشان تبقوا فاهمينها لو انتم ما تبعتوهاش كانت قصة ان بيرامدس طلع بيان قال فيها ان اتفاجئنا بمادة بيضة مرشوش على تشرتاتنا جوه غرف الملابس تسبب الهرش لللاعبين لكن الحمد لله غيروا تشرتات ولعبوا وكسبوا اتنين صفر نامونجو التنزاني ومعهم ست نقاط من مبارتين وهي نتيجة رائعة جدا لبيرامدس في الكون فدرالية الافريقية المدرب السادس اللي بيمشي من الاسماعيلي في ظرف دور اللى مباراة رحل يوبيتش وانا اعتقد انه لم يكن سيئا لكن الاجواء ممكن تكون هي السيئة جدا لدرجة تحقيق هذه النتائج رحل ريكاردو بعد ثلاث مباريات خلفه وهبة مؤقتا ثم رحل وجاء ابو طالب العسوي شوية ومشي وجاء خارد الأماش نص شوية ومشي ثم أحمد العجوز حبة قليلين ورحل وبينهم الكابتن طلعت يوسف مجاش أصلا ومشي ثم درجان يوبيتش اللي النهاردة او مبارح بيعلن الرحيل في وقت تدرب فيه الفريق من 28 29 مارس من 28 29 يناير لـ 18 مارس أدار خدالها سبع مدشات بالدوري ومباراة في الكأس كسبها اتنين واحد اتعادل ثلاث مرات وخسر أربع مباريات سجل الإسماعيلي معه خمسة واستقبل ضعفهم رحل يوبيتش والآن الدور على المدرب السابع الكابتن إيهاب جلال اللي ميشي من مصر للمقصة بالتراضي والمقصة كمان عملت دورا وصفوهما بالنبيل لكنه لقى اعتراضات من الرأي العام الاتحاد الكرة الآن منه انه ما ينفعش علشان تتحيله على ثغرة تقوله صراحة كده برضو الاتحاد الكرة كان قايل من الموسم اللي فات ان المدرب اللي يستقيل مش هيدرب تاني في الدوري لكن المدرب اللي بيقال من حقه يدرب مرة تانية في نفس الموسم في الدوري فالمقصة قالوا رغم انه إيهاب جلال هو المستقيل احنا بالاتفاق معاه أقلنا عشان نخليه يدرب الإسماعيلي اعتقد انه من اول ما القصة تعملت قلنا انه هنلاقي فيها ثغرات هي ثغرة مدهالكم اتحاد الكرة على طبق من دهب فطبيعي ان انتم تستغلوها فاللوم هنا مش على المقصة بس لكن على المقصة واتحاد الكرة اللي حط اساسا القرار لكن إيهاب جلال الكابتن إيهاب جلال المتميز جدا على اي حال لكن الرحالة على مستوى الأندية حتى الان لسه فيه مناقشات هو في الإسماعيلية دلوقتي علشان يحدد ايه موقفه وعلشان يتضح الأمر ايه اللي هيحصل على مستوى بعض المطالبات القصة واضحة يعني انه انا عايز اتعاملي مباشرة مع الكابتن علي أبو جريشة والكابتن عماد سليمان كلجنة فنية قالوا لأ هيكون المهندس ابراهيم عثمان مشرف على الكرة فهنا النقاش اللي حتى الان لم يجعل الصفقة معلنة رسمية لكن متوقع انها تحسن في النهاية بتلبية طلبات الكابتن ايهاب جلال اخيرا وقبل منسيب الكرة المحلية معنا على التليفون احد النجوم المتقلقين في الدورة المصري الممتاز هذا الموسم والموسم اللي فات فادي فريد المنضم للمنتخب الأولمبي كابتن فادي اهلا بيك اهلا بيك كابتن عينيز الحضر الحمد لله بخير مبروك لانضمام للمنتخب الأولمبي وربنا رفقك الله يبرك فيك طبعا شرف كبير لايحد انه يمشي المتقلق مصر فروصة كبيرة اتمنى ان انا اكون اعدها وان شاء الله ادعى موقف في الأولمبياد مع الانتخب ومع كابتن شاوي ان شاء الله ان شاء الله طيب انت الموسم ده يعني الموسم اللي فات كنت عامل موسم كويس جدا الموسم ده كمان فيه تقلق اكتر رغم الموقف الصعب للبنك الاهلي من بداية الموسم في الدوري ايه سبب تقلقك اللي حاصل السنة دي كابتن فئد والله كابتن طبعا الحمد لله ده بيبقى اخير ربنا الواحد دايما بيتعب وبيتعب يعني يعمل عليه ويحاول نفس كلام مدرد ودايما بشتغل مع نفسي وابقى مركز كويس جدا وعندي هدف عايزة وصلاة وحقها فده بيعود علي طبعا في الملعب ان الواحد ربنا بكلمة طبعا المكتهد دايما ربنا بيوفقه بس كل مكتهد نصيب المعسكر يبقى بكرا ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله منافسة برضو على مستوى المهاجمين معاك أسماء قوية في خط الهجوم شايف ازاي المنافسة عشان تستمر مش بس في المعسكر الودي لكن في الأولمبياد الفترة اللي جاي طبعا معاهم مهاجمين مميزين جدا كلهم يلعبوا بيقبوا بشكل كويس في الدوري يمكن المهاجم دايما أركمه أتكلم عنه فدايما المنافسة في الدوري شارسة علي كمان ان انا لما اروح للمعسكر وبموجود ان انا اعكد المقهود والمستوى اللي انا بقدمه في الدوري وتام الكابتين أو وتام عليه يعني وفي الآخر اتمنى ان انا اخد الفرصة بموجود في الأولمبياد ربنا نوفقك بإذن الله انت مين مسلك الأعلى مين المهاجم المفضل ليك برا الله في البنين سواء من المصريين زمان أو من العالميين دلوقتي والله كابتن انا بصراحة يعني كابتن حسن انا مش كنتمش ما هو بيرعب بس طرق تبع على فيديوهات كتير جدا كان بالنسبة لي حاجة غير طبيعية بالنسبة لي مثلا اعلى طبعا كابتن اعمد متعب عشان اتمرنت معاه فترة في نادي الأهلي بكافرده بالتسبة لي سروت زكي جدا وقدر دايما يخلص اتابه يعني بالنسبة لبرة طبعا لبندوبسكي وكافاني لبندوبسكي أهداف ما بتتوقفش حتى لو فريقه مطروض منه واحد بيسجل هاتريك فإن شاء الله تبقى زيه في يوم من الأيام حبيب حبيب الأهلي كلمك تاني في فترة من الفترات سواء الموسم ده أو اللي فات لا لا ربنا نفعك بإذن الله كابتن فادي مرة تانية مبروك الانضمام لمنتخب مصر الأوليمبي وبالتوفيق حبيب حبيب شكرا لفادي فريد مهاجم البنك الأهلي بمناسبة فيه لعيبة بتدايق أو إن هي ما بتنضمش فبتطلع تويتات وفوستات الجمهور اتدايق منهم واتريع عليهم بما فيهم نجوم الكرة السابقين مثلا محمد ناي جده كتب تويتا بيقول فيها أنا هعمل إيه أكتر من كده عشان أنضم فيه إشارة إلى اللاعبين اللي ما انضموش وكلهم كتبوا باستثناء شريف إكرامي الزكي جدا اللي كتب تويتا بيقول فيها ما عنديش مشكلة بالتوفيق للمنتخب مع اختياراته بل ومعلقش أصلا إن هو انضمه ولا ما انضمش في بعضهم ممكن يكون اعتراض منطقي وبعضهم مش منطقي خالص إن هم ما يعترضوا اللي هو أصلا ما بيلعبوش مع أنديتهم فزي ما يلعبوش مع أنديتهم وممدئينه وما ميروحوش منتخب فالتوأقصة غريبة شوية لكن في نهاية وحق مشروع للكل إن يكون طامح فيه الانضمام إلى منتخب بلاده في أجازتنا امبارح بقى اتعملت قرعة دوري أبطال أوروبا في دور التمانية وعما بعدها دور الأربعة وعرفنا كمان الطريقين بتوع الفاينل للبطولة الأغلى على مستوى الأندية حول العالم فجاءت الأورعة حلوة قوي لتشيلسي لكن البقائين بقى باير مونيخ يلعب مع باريس سانجير ما في نهاية مكرر من النسخة الماضية لكن المرة دي في ربع النهاية الفائز منهم هيلعب مع الكسبان من منشستر سيتي الإنجليزي مع بروسيا دورتوموند الألماني مواجهة مش سهلة خالص بالنسبة للفريقين حتى وإن كان سيتي يقتل الجميع كرويا في المرحلة دي تشيلسي بيلعب مع أصعب فرق الأورعة بورتو البرتغالي بهزر طبعا لكن هي يعني برضو محفوفة بالمخاطر ما ينفعش الواحد يعتمد أن هي مباراة صعبة أو سهلة لأن هي برضو ده فريق أقصى يوفينتوس بذكاء والفائز منهم هيلعب مع الكسبان من النهائي بتاع النسخة قبل قبل اللي فاتت ريال مادريد الإسباني وليبربول الإنجليزي مطشرة الذهابة هتبقى يوم 6 و 7 إبريل والعودة يوم 13 و 14 من الشهر نفسه مواجهة طبعا من جديد ما بين صلاح وسيرخي راموس سيرخي راموس كان خلع كتف صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا من سنتين ومن بعدها صلاح حتى كان هيمتنع من المشاركة عن كسر العالم بسبب الإصابة بل وغيب عن أول مباراة أمام منتخب أورجواي فدلوقتي الجولة التانية من هذه المعركة ما بين المهاجم اللامع محمد صلاح والمدافع المخضرم سيرخي راموس بالتوفير صلاح على قل بشكل فردي في هذه المواجهة إن شاء الله أخيرا وقبل أن نطلع الفاصل سريع عشان نقول بعض الأخبار السريعة قبل أن نلتقي ضفنا اللي نقول لكم عليه حالا ففي الزمالك اتعمل مؤتمر صحفي المؤتمر الصحفي جاء بعد تصريحات قالها وزير الشباب ورياضة الدكتور أشرف صبحي في تصريحات لكاميرا برنامج على مسؤوليتي عبر قناة صدى البلد مع الزميل أحمد موسى قال فيها لجمهور الزمالك بعد الخسارة من التراجع التونسي إيابا في القاهرة قبل أو بعد الخسارة ذهابا ما تزعلوش من الوضع الحالي اللي انتوا شايفين إن هو السبب في هذه النتائج فتعمل مؤتمر صحفي اتكلم فيه رئيس نادي الزمالك المستشار اللواء عمد عبد العزيز واتكلم فيه باتريس كارتيرون اللي بعد المؤتمر قال والله الترجمة كانت غلط والكلام اللي تقال فيه مش كله قلته إيه اللي حصل في قصة المؤتمر هو مبدئيا اعتراضه على قصة إنه أنا التعاون كان عايز يمشيني بس أنا ممشتش قال الترجمة كانت غلط إيه بقى اللي حصل مسؤول الزمالك أساسا أختروا كارتيرون زي ما أختروا الإعلام قبل المؤتمر بس بثلاث ساعات فكارتيرون رح بسرعة واخد هدومه ونازل هو وفرناندو مدرب الأحمال ووكيله ورح لهم كمان الكابتن أسامة نبيه المدرب العام لكن ما كانش موجود أحمد شعبان مترجم كارتيرون لأنه كان أجازة زي باقي الفريق فخد الأجازة وطلع برا القاهرة فصعب إنه هو يرجع أسامة نبيه المدرب العام ووكيل كارتيرون حازم فتوح اللي اتنين رفضا القيام بأعمال الترجمة رفع الحرج عن الثنائي طب ندور بسرعة على حد المؤتمر نفسه تأخر ساعة ونص طب نرحى بقى ندور في الساعة ونص على مترجم فوفر مسؤول الزمالك مترجما للغة الروسية يعني هو مصري بس بيترجم روسي من أعضاء النادي علشان يترجم الكلام الإنجليزي بتاع كارتيرون للعربية بعد ما قال العلاقات العامة في النادي آه أنا بترجم روسي بس كمان بعرف أترجم من إنجليزي العربي اتفضل كارتيرون اتكلم بالإنجليزي نقل المترجم بعض العبارات الخاطئة اللي جي أبرزها رغبة النادي التعاون في فسخ العقد بعد شهرين بس من عمله فمسؤولوا التعاون اتصلوا بكارتيرون اللي انت بتقولوا ده فقال لهم ما حصلش فرح كاتب قال لهم أكيد الغلط في الترجمة رح دخل على تويتر وجاب أي حد مترجم الخبر من المواقع كان موقع كاييرو ستيديوم ورح قال إن التصريح ده تصريح وصفه بالغبي وأنا ما قلتوش علشان برضو ما يبقاش خسر الكل كفية خسران جمهور الزمالك كمان هيخسر مسؤولي التعاون هو مش ناقص عبر مدخلة تليفونية وقبل الفاصل معنا الزميلة نانسي القاضي عشان نعرف من الإسماعيلية ايه آخر أخبار التفاوض وربما التعاقد مع الكابتن إيهاب جلال لقيادة سفينة درويش نانسي أهلا بيكي منوره والأول بقولك برافو على شغلك الهيد اللي عامله طول الفترة اللي فاتت والحالية ايه آخر الأخبار عن التعاقد مع الكابتن إيهاب جلال تحياتي ليك زميل يعني حتحوط تحياتي لكل مشاهدي صادر البلد في كل مكان بالتأكيد شغلنا من خلال برنامج الماتش ده تعاون كلنا يا هاني فالحمد لله يعني ان احنا قادرين نقدس حاجة كويسة للمشاهد وخصصا مشاهد إسماعيلية كمان المهتم جدا بأخبار النبي الإسماعيلي احنا موجودين في القاهرة يا هاني في القاهرة أحد صنادق تجمع الخامس تجمع الخامس في جلسة مستمجة يعني دخلين في ست ساعات كمان يعني مش هربع ساعات ولا خمس ساعات لا ده بمعدية كمان ايو تحياتي تقريبا في جلسة موجودة فيها المهندس أحمد عثمان عضو مجلس نواب عن محافظة الإسماعيلية وكمان اللجنة الفنية كابتن علي أفو بيش وكابتن عماس في لنايا مهندس متحة الوزاني مع كابتن تامر النحاس وكيل كابتن إهاب جلال الجلسة طبعا وثي موجود كمان من إدارة النادي الإسماعيلي المهندس المستشار محمد الكلاية المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي وهو مجلس الإدارة يمكن الجلسة مستمجة زي ما قلت لك ست ساعات كده فيه مقاوضات كده جدا كابتن إهاب جلال مش موجود منتظرين أن الاتفاق يكون بشكل نهائي سيكون هو موجود ويتم التوفيح بشكل رسمي الموضوع طويل شوية لم طويل كده يا نانسي يعني بيكتبوا العقد وفي الاتفاقات بعض الاتفاقات على بنود العقد أكيد كان فيه نفاقات ومسترحاب من الصرفين وكابتن إهاب جلال حابب أنه يكون موجود مع نادي الإسماعيلي للفترة بس وهي كل الفكرة كلها موضوع الليحة كمان تتضبط من خلال الجلسة يعني منك لخلال الساعة اللي جاية يكون فيه خبر حلو لكل جماهير الإسماعيلي جمهور الإسماعيلي نفسه ازاي تلقى خبر التفاوض واقتراب إتمام التعاقد يعني هل حسيت بفرحة في الشارع الإسماعيلاوي بالنظر لأنه الكابتن إهاب جلال نتائجه مع الفرق السابقة كانت جيدة ولا لسه حالة الإحباط موجودة بشكل عام هو نتمنى طبعا أن الكابتن إهاب جلال أو الجماهير الإسماعيلي طبعا نتمنى أن الكابتن إهاب جلال يكون موجود في الإسماعيلية وفي النادي الإسماعيلي هو نجم من نجوم النادي الإسماعيلي وفرحانين جدا بالخبر لأنه ممكن يكون خبر تأخر كتير كتا يعني سنويات أنه حاول أنه كابتن إهاب يكون موجود أكتر من مرة ولكن كان مرتبط بأماكن أخرى وأنه كان بيقود فريق مصر المقصة وغيره من الأندية ولكن وجود اللجنة الفنية كابتن علي أبو جديشة والمجموعة اللي معاه فقدرين إعادة البيت من الداخل وهو ده الأساس في لجنة فنية كويسة وانتظرين أن يكون فيه مدير فني بحجم كابتن إيهاب جلال كمان يقود الفريق لأنهم شايفين أن الفريق فيه خماية كويسة يقدرون أنهم يعبروا من الأزمة دي كابوة كبيرة لأننا نتكلم النهاردة مقاوية النادي الإسماعيلي 20 مارس ده كان بإسم النادي النهضة يعني اتغير بعد ثلاث سنين فالنهاردة الاحتفال بالمقاوية يا رب كمان يكون احتفال بوجود كابتن إيهاب جلال اللي هو مرحب جدا يعني من الكواليس اللي احنا نعرفه أنه هو فرحان جدا أنه كمان هو يكون موجود في النادي الإسماعيلي وما ترددتش لحظة لما اللجنة الفنية وصلت معاه وتكلمت معاه أنه هو يكون موجود مع جهازه الفني ومفروض أن كابتن حمد إبراهيم الإجاز كامل هيكون موجود معاه وكابتن محطفى كمال فيارب الساعة احنا موجودين وهيكون إن شاء الله لو قبل الساعة واحدة قبل نهاية البرنامج هنقدر نطلع لكابتن إيهاب لايف بعد التوقيع بإذن الله إن شاء الله موفقة نانسي بشكرك وبالتوفيق في إتمام التعاقد بالنسبة للدرويش الإسماعيلي مع الكابتن إيهاب جلال الموديل الفني المحتمل والمنتظر للإسماعيلي بعد الرحيل عن المقصة اللي متوقع أنه يخلفه في قيادة فريق مصر للمقصة في الساعات المقبلة ربما بعض الأسماء المرشحة أبرزهم الكابتن مختار مختار وآخرين زي ما علمنا لكن هنشوف لأنه فيه كمان أسماء أخرى مرشحة لتولي تدريب مصر للمقصة هنقول لكم عليهم في حلقتنا بإذن الله مين ضيف النهاردة اللي هينورنا بعد الفاصل؟ ضيف النهاردة هيطلع حالا على الشاشة حالا دلوقتي هو بعد الفاصل هينورنا الكابتن إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك الرجل اللي تولى مسئولية اللجنة التنفيذية اللي بتتكون من مجلس إدارة من ثلاث مستشارين بعد رحيل المجلس الماضي وثلاثة من الأعضاء في اللجنة التنفيذية وصف بأن السوبرمان من جمهور الزمالك بعضهم بيقولوها حقيقة وبعضهم بيقولوها بطريقة هجومية وصف بأنه يتدخل في كل شيء وصف بأنه مع ما فاتيح كل شيء بل ووصف بأنه العقل المدبر لكل شيء علشان كده لو فيه أي مشكلة الناس بتروح له لو فيه أي حاجة صح الناس برضو بتتكلم عنه مقل في ظهوره الإعلامي علشان كده النهاردة هنتكلم معاه في كل شيء فيما تبقى من هذه الحلقة عن وضع الزمالك قبل توليهم المسئولية فور توليهم المسئولية عن وضع الزمالك حاليا عن قرارات وقرارات وقرارات وأسئلة أنت وجهتوها بنفسكم لينا هنوجهها إحنا للكابتن إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك بعد الفاصل في الماتش خليكم موجودين معنا نسبة للأهلي إن شاء الله يعني الأهلي حيصعد أول مجموعة إن شاء الله الزمالك الماتش الأخير هو اللي داعي منه فرصة الصعود فعمله ضعيف جدا في الصعود أنا كزمالكوي أتمنى طبعا صعود نادي الزمالك بس للأسف إحنا صعبنا المهم على نفسنا وللأسف فعلا اللعبة ما كاناش على قدر المسئولية في ماتش الترجي برغم إحنا عندنا لعبة على مستوى علي جدا بس ما كاناش على قدر المسئولية نسبة الصعود قد تكون 50% مش أكتر من كده بالنسبة للأهلي فعلا عمل ماتش جامد في الكنغو وأعتقد أن الأهلي حيصعد تاني بعد ديسمبر أنا شايف أن الأهلي فرصته كبيرة والأهلي كده تقريبا بنسبة 90% ضمن الصعود بس الزمالك هو اللي صعب الموضوع على نفسه كده فرصته ما تتعدش 10% كل الكلام اللي الألغر كده كله تجميل الزمالك كده خلص على نفسه بنفسه وفرصته صعبة خلص ومفروض يستعد بها للسنة الجاية أنا شايف حسابيا وراء وقلم أن فرص الزمالك يعني تكد تكون ما تتخطش الثلاثين في المية تمام خصوصا أنه أهضر فرص اللي في القاهرة دي في اعتبر الموضوع بالنسبة لي ومتلك أن الأهلي ما شاء الله فارق هو كان مستنى مرحلة أننا خلاص في قدنا الأمل لكن الأهلي طبعا بيقدر يلم نفسه قوي نفري بيلعب دائما على البطولة ففعلا أثبت أنه هو فريق رايح بيقول لهم لا أنا بطل القر وأثبت العكس خالص وراح هناك وجاب تلاتة بونت بأداء وتعاون وتكاتف العب كلها مع بعض والله بالنسبة أنه دي الزمالك كل حاجة في القرى ما فيش في القرى حاجة سمع مستحيل ممكن إن شاء الله دي الزمالك يكسب المطشين الجايين والفرق التانيين يلعبوا لصالحه بإذن الله إن شاء الله أولا إن شاء الله الفريتين يسعدون اللي اتنين بيمثلوا البلد ده رقم واحد رقم اتنين شايف أن فرص الأهلي في الصعود أكتر من الزمالك بس إن شاء الله الزمالك حاول يعني الحظ قايمة كويسة ولعبة كلها فعلا محترمة بس عندي تحفظ على يعني اتنين من اللعبة أبو جبل ومحمد إبراهيم المفترض يعني بصراحة مستوهم علي جدا حاليا هو اختار لعبة بتلعب أساسي في الدوري وكل اختاراته كانت حلو خصوصا الهجوم الهجوم ممتاز جدا اختاراته قايمة فيها اللهم له وعليه 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 يعني في حراس المرمى هو الشناوي وتاري من أبو جبل على ما تذكر وجنش هو جميل أو بس هو كده مركض يعني هنحس أنه مش شايف شريف إكرامي أنا شايف إكرامي عيلي أوي لأكاد يكون حتى يعني الناس كلها بتتكلم كمان على أوسى يعني أنه ممكن أنه كان كان يتبص عليه وتحط عليه المانع أن أنا أكون راجل صبورت عندي خبرات وراء اتنين صغيرين هي القيامة بس بصراحة فيه اتنين اللهم زي إسلام عيسى ومحمد فروه بصراحة مش خبرة دولية يعني ما عرفش لي أخدهم فيه ناس أحسن منهم كتير يعني إسلام عيسى غمضش يلعبه ما عرفش لي أخده أصلا ومحمد فروه فيه ناس أحسن شايف إن القيامة كويسة وهو اختار الناس اللي هو ممكن يعتمد عليها وشايف إن فيهم كتير ناس رجالة واحد زي طريق حامد برضو راجل عنده إكسبريانس وعنده خبرة كبيرة في الملعب واحد زي محمد صلاح إنني السلية الناس دي كلها هتقدي إن شاء الله بشكل كويس وإن شاء الله نتفرج على مصر في النهائي شكرا اهلا بحضرتكم مرة تانية في المطش منورني السوبرمان الكابتن عبدالله إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك هكذا الكابتن إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك يصفه الزمالكوية بكده لكنه هو يصف نفسه بإنه يد من أيدي إصلاح الوضع داخل نادي الزمالك مقل جدا في الظهور زي ما قلنا ومنورنا هو النهاردة للرد على أمور كثيرة وتوضيح أمور أكثر كابتن إبراهيم أهلا بيك على أمل أنك تنورنا كنت شايف أنه مش الوقت المناسب فشكرا أنك موجود معنا النهاردة أنا شكرك أنه أنا موجود معك النهاردة برده كله بخير؟ الحمد لله نشوف تقرير مع بعض وبعدها نبدأ مع بعض رزمتش مع الكابتر إبراهيم عبدالله التاسع والعشرون من نوفمبر في العام الماضي تاريخ لا يمحى من ذاكرة أيزة ملكاوي بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتجميد عمل مجلس الزمالك وإحالته للنيابة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك برئاسة الراحل المستشار أحمد البكري أعقبه تكليف جديد بإسناد رئاسة اللجنة إلى اللواء عماد عبد العزيز وفقا للائحة النادي التي طالتها بدورها طعون البطلان ما كان سببا في صب المزيد من الزيت على النار حتى صار الوضع فوق فوهة بركان وسط هذه الأجواء المحتقنة والتربص من كل اتجاه واتهامات بالتقصير والتقاعص قبلت لجنة الزمالك ومعها لجنة تنفيذية من خيرة خبراء ورموز الزمالك تحديا تنوء عن حمله الجبال في توقيت أقل ما يوصف به أنه مرعب تحفه المخاطر من كل اتجاه بين مستحقات متأخرة وسفقات حائرة وعروض احتراف مذهلة في مشهد يجسد كل معاني نظرية التآمر من أجل تنفيذ خطة شيطانية لحرق الأخضر واليابس في محيط القلعة البيضاء غضب عارم في الرأي العام مدرب يرحل في ظروف درامية ومدرب يعود على صهوة جواد وكأنه فارس مغوار رغم أن شعبيته تلامس قاع القشرة الأرضية بعد رحيله بشكل صادم قبل أيام من مواجهتين حاسمتين أمام الرجاء المغربي في نصف نهاء دور الأبطال أزمات الكرة بتفاصيلها المعقدة لم تكن وحدها في صدارة المشهد إذ عانت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك من أزمات مالية تسببت في تأخر حصول الألعاب الجماعية على مصحقاتها المالية ما دفع عدد من لاعب الفريق الأول لكرة القدم لإعلان التمرد ورفض خوض التدريبات قبل مواجهة ودي ديجلا بالدور الممتاز ولم تتوقف الأزمات المالية عند فريق الكرة حيث امتدت المعاناة لكل الألعاب الجماعية وعلى رأسها كرة اليد رغم ما يقدمه نجومها من إنجازات يشهد بها المنافس قبل المؤيد لكن المستحقات المتأخرة بلغت رقما مذهلا وصل إلى عشرات الملايين وفقا لتصريحات حسين زكي بل واضطر بعض اللاعبين لبيع ممتلكاتهم للوفاء بالتزاماتهم المالية بين الانتقادات القاسية والتعاطف البالغ والشعور بثقة للتركة لم تستسلم اللجنة ولم ترفع الراية البيضاء وتقرر حمل عصاها معلنة الهزيمة أعلن رجالها التحدي وأكدوا قدرتهم على إعادة السفينة لمسارها الصحيح ونسف مخطط الأرض المحروقة والسعي لحل أزمات القلعة البيضاء المتش يستضيف إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك لإزاحة الستار عما دار في الكواليس خلال الفترة الماضية وأسباب رحيل البرتغالي باتشيكو قبل أربع أيام من مواجهة الترجي التونسي بدور أبطال إفريقيا وسر التعاقدات التي أثارت الجدل في يناير وملابسات رحيل مصطفى محمد وغيرها من الملفات أهلا بكم مرة تانية وللكابتن إبراهيم عبدالله بعد الترحيب من جديد تعليق على ما جاء في التقرير قبل البداية فضل الكابتن إبراهيم هو تقرير قاسي قاسي هو قد يكون بيوصف الحقيقة لكن قاسي لكنه حقيقي قد يكون تمام بيوصف الحقيقة أنا أولا بقى دقيق في الألفاظ تمام استأثرت لما تقال أني بعد لعبة لعبة الجماعية وخاصة قلت اليد بعض وبعض ومتلكتهم أه أنا ما عنديش المعلومة دي أنا عندي المعلومة دي أنا مش عندي تمام تحزن أكيد لأن الألعاب الجماعية في نادي الزمالك بما فيها الكرة القدم أه وما بينتمل الكيان تمام وبيضحوا من أجل الكيان أه وإحنا بنحاول نعمل كل حاجة أه عشان نوفر موارد مالية تسعد لعبة الزمالك وتشجحهم على الأداء على الرغم أنه هما أنا عارف لعبة الزمالك لعبة كرة اليد والطيرة والسلة والكورة أه وبقيت حتى الألعاب الفردية أه هما منتمين للنادي أه وبالعبة من غير فلوس أه إن شاء الله بإذن الله قريبا تحلل الأزمة اللي بلاقي في النادي بشكله باخر أه عشان نعوضهم عن أوقات صعبة أدوها أه وأنا ممكن أكون باعتذر لهم بس أنا حقيقة ما عنديش المعلومة أنا عارف إن هما ليهم متأخرات أه ممكن نكون دفعنا لهم جزء بسيط بسيط بس ده نظر للظروف الحالية اللي إحنا بنمور بيها بس هما عارفين إحنا قديب نشتغل أي عشان نعمل استدامة مالية مستقرة لنادي الزمالك تمام بيكون شعورك إيه لما تسمع أو تقرأ بعض تعليقات الزمالكوية اللي بتقول ولا يوم من أيامك يا مرتضى منصور رغم إنه هما في يوم من الأيام كانوا من أشد المعارضين لطريقة وسياسات مرتضى منصور كعضو لجنة تنفيذية حاليا في الزمالك بتحس بإيه احترامنا شديد للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق ومجلسه وأكيد اكتعدوا في حدود إمكانياتهم وفي حدود الظروف اللي كانوا بيشتغلوا فيها حققوا جزء كبير من طموحات الجماهير وأخفقوا في جزء أكبر في جزء أكبر أكيد يعني هي وجهة نظر تمام ودي الحياة أنت بتصيب وبتقطع تمام وإحنا موجودين دلوقتي أكيد بنصيبه بنخطئ في حاجات بتصيبه في جزء وتخطئه في جزء أكبر برضو أكيد أو بتعكسه الآية مفيش عمل بشري صح ما في الماء أو خطأ ما في الماء كل القرارات تحتمل وجهتنا النظر نظبوط صح والغلط وجهة نظرك في المجلس السابق أنه عمل حياة كويسة بعض الحياة الكويسة وفي جزء أكبر عمل حاجات وحشة في مجلسكم أنتو نفس الآية ولا الوضع مختلف بعض الأخطاء وكثير من النجاحات أكيد إحنا برضو لنا أخطاء وأكيد لنا نجاحات بس ظروف مختلفة إحنا البداية اللي إحنا اشتغلنا فيها أول حاجة أنا عايز أبتديه بشكل مختلف فضل قبل أي حاجة أنا عايز أشكر جمهير الزمالك صحبة الفضل على كل ما ننتملنا بالزمالك سواء لاعب أو مدرب الجمهير العاشقة للكيان بشكل بجد اللي هي بتضحي من جيبة وتذهق عشان تروح ماتشاط وتتفرج وتدفع تمن تذاكر وحاليا تدفع برضو من جيبة عشان تتفرج على مباريات أفريقيا اللي هي مشفرة مظبوط وهي اللي وقفة ودعمة للكيان وبتحبه بإخلاص بدون هدف لحب الزمالك دي أول ناس اللي هزا مشكورها عملتوا إيه لإسعادة الجماهير دي؟ عجيلا ولو إحنا بنشتغل نسايبين بيوتنا بنشتغل في نادي أكتر من 11 و 12 ساعة في اليوم من ساعة ما استلمنا فقط عشان نسع الجماهير الزمالك أن أنا دايماً بقول الزمالك هو صاحب توكيل السعادة للشعب المصري وإن شاء الله المقورة دي تفضل موجودة قبل أي حاجة بدعم جمهور الزمالك لناديها وأنا تعلمت أنا موجود في النادي من زي ما قلت قبل كده من ورعاً تمام سنين أي عمري ما شفت زي جمهور الزمالك خزل نادي الزمالك في مواقف وما هتفش ضد النادي ولا هتف ضد لعبته فأحلك المواقف كان الجمهور هو اللي بيقف وبيدعم وبرضه عايد أذكر أعضاء الجمهور العامية هو الممول الرئيسي لنادي الزمالك مدياً تمام وده هيجي برضه في الكلاب أشكره إن هو بيدفع عشان نغطي مصاريف كتيرة وأنا زي ما قلت لك الممول الرئيسي وعايد أذكر وزير الشباب الرياضة الدكتور عشاف صبحي لأسباب كتيرة إيه ممكن نعرفها لأن جمهور الزمالك اللي انت وجهت له الشكر أول حد هو يرى إنه ما فيه الزمالك حالياً سبب رئيسي فيه وزير الشباب الرياضة طب أنا أقول لك قبل ما أخش في المنطقة دي لازم أقول وجهة نظر الشخصية إن الدكتور عشاف صبحي خد تحديها كتيرة جداً أهم تحدي تنظيم كاس العالم لكرة اليد اللي في الوقت اليابان وهي من الدول العظمى رفضت أو لم تتحمل مسئولية إقامة دورة أولمبية وكانت لأول مرة في التاريخ الحديث بعد عودة الدورات الأولمبية تؤجل بسبب وباء كورونا لكن أنت كدولة ومثالة في الحكومة والدكتور أشاف صبحي شلع لعطيكه تنظيم كاس عالم أكبر كاس عالم في 32 دولة ومصر كتبت كتالوج جديد لتنظيم البطولات في زمن الجائحة أنا مش أختلف معك ده حاجة مهمة مهمة لكن أنا مش أختلف وأنا مش أختلف معك لكن الزمالكة هيقولك وأنا مالي لا أنا جاي تفضل أنا همشي بعد خمس دقايق وأنا مستنى شبايا معك بس عايزين نسأل في كل حاجة أنا معك هو جاي عشان أجاوب على أي سؤال أكيد الحاجة التانية برضو اللي أشكره فيها أن تحمل حجوم شديد من جماهير الزمالك على الرغم أنه هو طبق القانون ويجمد مجلس صادق لأن ظاهر الورق يكشف أن هناك بعض المخالفات المالية قد تصل لمرحلة الاعتداء على المال عنه ده ظاهر الورق تمام هذا الورق يحقق من الجهات التحقيق ما نقضي وإحنا مش عارفين ما صاره إيه ولكن هو أصدر قرار متوافق مع صحيح القانون تمام وكان أول مرة فيها يحل مجلس دراستند الزمالك بطريقة قانونية والدليل أن المجلس رفع سابق احترامي طبعا لهم كلهم رفع العديد من القضايا وخسروها لأن القرار قانوني فأنا مقدر شلوم وزير الشباب والرياضة هو زمالكاو وهو ابن نادي الزمالك أنه هو خد قرار يتوافق مع صحيح القانون بعد أكتر من سنة فحص لدورة المستدنية في نادي الزمالك وتراءة من ظاهر الأوراق زي ما قلتها أنه هي فيها مخالفات فخد القرار وتحمل الضغط الجماهيري ومساند لنادي الزمالك وهو ساعدنا في حاجات كتير ممتاز أنا بس عايز أكمل عشان أوضح ما هي دي التوضيح لها الدكتور أشف صبح لما بيساعد مجلس دارة نادي الزمالك هو بصفة وزير الشاوب والرياضة لمصر والجامعة الأندية تمام هو بيساعدنا في أن إحنا ممكن نحصل بعض الأموال اللي كانت وقفة عن التحصيل تمام لكنه هو لا يدير نادي الزمالك مم ولا يساعده مجلس دارة نادي الزمالك ولا رئيس مجلس دارة نادي الزمالك ومن يوم 27-11 وأنا موجود دكتور أشف صبحي ما خدش أي قرار يتعلق بإدارة شؤون النادي الداخلية ولن ترجعتوله قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بإدارة شؤون النادي الداخلية ولا احنا رجعنا له في أي قرار نعم لأن القرار إن هناك لجنة برياسة ناس محترمين السيد اللواء إماد عبدالعزيز السيد المستشار حشام إبراهيم السيد اللواء سامي صبحي وكمل باللجنة التنفيذية وكان فيه فلسفة وقولها لك برضو إيه بقى كلام الكتير اللي تقال على اللجان اللي بيها أستاذ دكتور حسين السمري أيوة أستاذ دكتور يحيا مصطفى كمال حلمي وإبراهيم عبدالله ومعانا كمان المستشار المالي طريق حشيش اللجنة دي متطوعة ولا يعني تحصل على راتب بالمناسبة لا طبعا احنا هي مش متطوعة أو بالقانون لا هي مش بس متطوعة هي بالقانون احنا مجلس إدارة ومجلس الإدارة لا يتقاد أجرا تمام ده معروف فإحنا لا يتقاد أجرا عملنا في نادي الزمالك بل بالعكس يعني حاجات أنا محبش أقولها يعني نعملها بتدفع وحيانا من جدكم لا مفيش حد يقدر يمين على نادي الزمالك يعني مع حدش يقدر ومهما دفعنا احنا بنسدد فضل نادي الزمالك علينا أنا لما بقرن نفسي بصحابي اللي أنا متربي معيهم وقال ولو أنا وصلت للمستوى ده مقابلهم حاجة الوحيدة المختلفة غير تربية أهل ليه الزمالك أنا توكت في نادي الزمالك من وانا صغير داني فرص كتير ما بين تنفيذ الدكتور أشرف صبحي كوزير شباب رضا للقانون بإيقاف المجلس الماضي وما بين واللي قال وقتها لا مساس بكيان كبير كنادي الزمالك وانحنا مش هنسمح بوقوله وما بين كلمة يا جمهور الزمالك ما تزعلوش على الوضع الحالي بعد الخسارة من ماتش الترجي إيه اللي قدمه وزير الشباب رياضة من مسندة لنادي الزمالك كل الدعم الدهولنا زي ما قلت لحضرتك هو لم يصدر قرار لمجلس دارة نادي الزمالك ودايما احنا تقابلنا مع الوزير تلات مرات تمام في مناسبات واحنا اللي كنا طلبين اللقاء فهو دايما بيقول انتو مجلس إدارة تقودوا النادي احنا كنا طلبينه عشان خاطر لما حصل الحجز على أموال النادي يتدخل لدى وزارة الددامة وفعلا لبت طلبه تدخل خلاص وكنا طلبينه كمان عشان نشوف الوضع بتاع الحجز على باقي حسابات البنوك من الدرايب وساعدنا وكنا طلبينه كمان عشان أرض 6 أكتوبر ما تتحبش من النادي الزمالك وساعد فيها أكيد وطلبتوا يقعب معاه عشان فرجاني ساسي لا ما عادش ما طلبتوش لا قعد الوحده أنا ما عنديش فكرة زي كان الدكتور أشرف قعد مع فرجان هو قال أنه قعد هو قال بنفسه أنا ما عنديش فكرة المعلومة دي مش عندي تمام لكن هو قال أنه قعد لطمقانة اللاعب أنه الوضع في الزمالك سيكون جيدا أنه الوضع مش سيء ما تقلقش لأنه الدكتور أشرف عارف إحنا شغالين بملهجية عاملة إزاي وعندنا investment plan عاملة إزاي إحنا عرضناها عليه طيب ما تيجي نتكلم في الشفتوه واضح أنه صدمكم لما دخلته النادي وإزاي اشتغلته على حلو تمام هو لو فيه كده مستند آه يعني لو نقدر نجيبه هو مش مستند هو presentation بسيطة أنا نحضره تمام هتطلع معنا على الشاشة آه هتقدر تدي كمان فكرة للرد على التسؤالات البداية كانت 27-11 2020 2020 الوضع كان عامل إزاي يلا وضع المال ما نضع على الشاشة خلال ثواني طيب كان إجمالي المتوفر في خزينة نادي الزمالك مليون 250 ألف جنيه تمام عندنا متطلبات مالية فورية المفروض تتدفع كانت أعتقد 256 مليون جنيه دي الأرقام المالية تمام تخيل أنت موجود كل اللي موجود في خزنتك بعد التسليم الرسمي من الجهة الإدارية للمجلس كانت لا ممكن نرجع وراء شوية نا نرجع وراء شوية اه لو سمحت كانت مليون 250 ودي مستندات رسمية في الدولة وكان علينا التزامات فورية لا ممكن بس يرجع عشان خطر هو كده جدي بصراحة بس خلينا بدي ناقف 256 مليون ايه كان عندنا تحديات تانية تحيات كبيرة أهم حاجة الحفاظ على كيان فريق الزمالك تمام كان عندنا تجديد لقود لعيبة مهمة في الزمالك على رأسهم كابتن الفريق شكبالة فتوح جنش أوباما وساسي في أربعة من الخمسة تجدد لهم بالفعل تمام وخامسهم لسه صح ها اللعبة دي كانت مع يناير هم يقدروا يوقعوا لأي نادي تانية هم ولكن اللعبة دي كانت منتمية عن النادي ها وبتحب النادي وصيبروا على النادي هم ووقعوا على النادي بأرقام غير مبالغ فيها غير مبالغ فيها أكيد تمام أكيد ساسي وكمل لك وكمان ما خدوش مقدم العقود بتاعتهم وبعضهم ما خدش مقدم عقده لغد الوقت ما خدش جنيه من مقدم عقده كلهم ما خدوش مقدم عقدوهم وقت التوقيع كلهم الاربعة ما خدش ولا واحد فيهم خد تعريفة لما مضى تمام يبقى رقم واحد هما لعبة منتمين تمام حبوك كيان ما تفاوضوش مع أي نادي تاني مضوا بعقود غير مبالغ فيها على الإطلاق وكمان ما خدوش مقدمات عقودهم ومنهم شكبالة لغد دلوقتي ما خدش ولا تعريفة تمام بعضهم خد أجزاء بسيطة من مقدم العقود ساسي مختلف عنهم في إيه؟ ساسي برضو لعيد محترف هو من تأمن ناجي الزمالك بص فساسي لا يعتفاوض مباشرة تمام تفاوض من خلال وقيل بنتواصل مع وقيل وصلتوا لإيه؟ لأنه خلص الموسم نفسه احنا بنقترب من نهايته ليه؟ احنا في الموقف احنا لسه في الدور الأول لا يسأديه يعني على الموسم لسه الدور تاني كله شاكب راكب كده دوري كسب أفريقيا اللي ان شاء الله زمالكي يكمل فيها بإذن الله نكمل كان معك خمسة شهر مثلا تمام؟ خمسة شهر يعني قرب يخلص طيب يعني احنا لسه الموسم مش قرب ينتهي وصلتوا لإيه في التفاوض مع أساسي؟ وصلين لمراحل اللي أنا قدر أقوله كل حاجة مجلس دارة نادي زمالكي الحالي بيشتغل بشافافية وبنصدر بيانات عشان كده احنا مقللين في ظهور الإعلام ومن التهم ان احنا مقللين في ظهور الإعلام ولما عيننا متحدث رسمي وكان بيطلع يرد على البيانات وعلى الإشعاعات الناس كانت بتقولك بيطلع كل حاجة هذا الرجل المحترم الأستاذ عصام سالم من لانا بوجه له تحية وهذا الرجل اشتغل أربع شهور في الظروف صعبة جدا ولم يتقاد مليما من نادي الزمالكي فعلا؟ لم يتقاد مليما من نادي الزمالكي ولس يتقاد عن اللي لم يتقاد مليما من نادي الزمالكي لم يتقاد مليما اه يعني احتمال يتقاد بس لم يتقاد مليما من نادي الزمالكي يعني توضيح مهم طبعا لو تقاد هو حقه طبعا لكنه لم يطلب ايوة كمان ليه مشي؟ هو من كتر الضغوط اللي تعرض لها وهو رجل ليه قيمة كبيرة في الوسط الإعلامي سواء في مصر أو في الإمارات تعرض لضغوط كتيرة جدا 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 وهجوم كتير زي ما احنا كلنا بنتعرض لهجوم مفهوم فهو قرر انه يتسحب انا بشكوره على الفترة اللي قدها قدم عليه تجاه النادي بإخلاص وزي ما قلت لم يتقاد مليما عن الفترة السابقة في قصة ساسي دايما كلامكم انه احنا عايزين وهو عايز لكن الخلاف حتى الان مادي لحد فين اتقربت وجهة النظر من الناحية المادية احنا برضو ما قلناش فيه خلاف مادي نقولت من الأمور المادية هي الموقفة القصة فيه تفاوض فيه تم تمام في وقته هنعلم بنسبة كم في المية هيقعد ساسي والله هي يعني إن شاء الله رغبة الترفين هتلتقي لكن تأكدتم أنه ما وقعش النادي تاني بما أنه يحق لي في أي لحظة أن يوقع هو يحق لي من واحد يعني إنه لم يوقع سوى الآن لم يوقع إلى الآن لم يوقع أكيد وإلى الآن بيتفاوض معاكم ساسي لم يتفاوض مع نادي الزمالك مباشرة أي وكيله وكيله هو اللي بتفاوض بس متفائل إنه هيكمل ساسي لعيب مهمة في الزمالك ويتمنى إنه هيكون موجود أكتر من منتمي للزمالك سواء لعب سابق أو محل لتكلم في أن الفرقات الكبيرة بين مرتبات اللاعبين ممكن تعمل خلل جوه الفريق أو مشاكل هل دي رؤيتكم إنتم كمان كمجلس إدارة كابتن إبراهيم هي أي فرقات في أي فرقة أو أي مؤسسة بتؤدي لنوع من الغيرة الغير صحية ودي كانت واحدة من التحديات اللي موجودة عندنا احنا كان فيه تحديات تانية بس هم هنكمل حيلة احنا بنشتغل عليها والزمالك خد مجلس دارة ناتزة مالك دلوقتي ويعلم قيمة الزمالك الزمالك مؤسسة بقالها 110 سنة موجودة لما مؤسسة تعيش 110 سنة يبقى ليها تراث وثقافة هي وقصص قوية اتبنت عليها هي لتخليها فيها أندية كتيرة جدا وقد يكون هناك أندية تواجدت في مصر خنت قوية في بعض الأوقات وانتهت واندثرت وبقت مع التاريخ لأنها ما تبنتش على الأسس اللي تبنت عليها نادي الزمالك واللي بنها دي مين كل مجالس إدارات السابقة وولادي النادي المخلصين اللي رفعوا اسم الزمالك وعلوا شعبيته وجمهاريته مش باش في مصر في مصر والوطن العربي وكمان أفرق فده نادي الزمالك وإحنا عارفين قد إيه كلمة نادي الزمالك وبما أن نادي الزمالك هو الرائد فدايما وانا قلتها قبل كده بيأخذ الخطوة وساعدنا فيها لعبة الزمالك إن احنا نعمل تصحيح للسوق حصل إنفليشن في أسعار اللاعبين في مصر إنفليشن دي يعني الدنيا هربت تضخم أكيد يعني أنت كنت ماشي في معدلات وفجأة في خلال الساعتين اللي فاتوا معدلات اللعيبة سمعنا عرقام ونعيبة تخطت 150 مليون في سوق اللي انتقال لللعيب الواحد وصلت عوجة 40 مليون و50 مليون طب قدرة اللعيب قدرة الأندية على الاستمرارية دي عاملة إزاي فكان تفكرنا في مجلس الإدارة وأنا بقول تاني سعيدنا فيه لعيبة نادي الزمالك اللي وقعه وجدده احنا مش يهمنا بس تصحيح السوق لا اللي بيدير نادي الزمالك دلوقتي رجال دولة ومكلفين من الدولة للحفاظ على نادي الزمالك وكيانة الزمالك مش لهاد من نادي الزمالك وكمان احنا مش لجنة العار احنا بالعكس لجنة محترمة بتدير بإخلاص للحفاظ على نادي الزمالك وفي دماغنا الحفاظ على صناعة الرياضة وصناعة كرة القدم من الانهيار وانت بتقول كلمة احنا مش لجنة العار ده واضح ان فيه مرارة جواك من انك بتسمع ده من زمالكوية ليه شايفهم او ليه تتوقع ممكن يكون جمهور او بعض جمهور الزمالك بيهاجمكم بالشكل ده انا عايز اقول لحديك حاجة بس جمهور الزمالك ما بيهاجمش انا عايز افرق ما بين السوشال ميديا واللي هي فيها لجان الكترونية وده وضع حقيقي محدش يقدر ينكره وهي قد تقود في بعض الحالات او بتعرف تأجيك مشاعر الجميل وده حاجة خطيرة جدا لكن او قاقي في لجان الكترونية لكن مش كل اللي على السوشال ميديا لجان الكترونية اللي لا انا عايز اوضح النقطة تفضل اللي بيقود حملات الهجوم مش جمهور الزمالك وانا واحد من جمالي الزمالك اخويا من جمالي الزمالك حقيقة واحد من جمالي الزمالك لكنك بتدير الزمالك فبالتالي مش هتهاجم نفسك لا انا ممكن لما بناخد قرار غطأ بنكلم مع بعض فيه وإحنا غلطنا في حاجة زي كده لكن اللي انا عايز اقوله لك تأجيج مشاعر الجماهير واللعب على وطر الجماهير بيقوده الكتائب الالكترونية وده حقيقة انا يوم الخميس از فجأة ايوه انا الفيسبوك بتاعي برايفت اه وعليه كل كل اصدقائي واخواتي وولادي كلنا على بعد ربعمائة وخمسين واحدة اه جالي في خلال تلت ساعات اكتر من سبعمائة وخمسين اه طلب صداقة فريند ريكواست تمام وكلهم كلهم دخلوا على البروفايل بتاعي انا مش عارف ازاي ويبتدوا يشتموا في فيا وفي ولادي وكلهم من خارج القاهرة وكلهم كانوا حطين البروفايل بتاعتهم عالم الزمان لا صورتك لا تشيرت الشكبالة او عالم الزمانك اه فده اكيد يعني فيج اكاونس اه دخلت ادل حسابات مزيفة اه اكيد حسابات مزيفة طب والناس دي هي اللي بتقود حملات التشهير اللي بتحصل لينا وهناك بعض المدفوعين لأسباب اخرى وهسميها هي الأسباب الاخرى نيران صديقة زي مين مين ممكن يكون من المنتمين للزمالك غرضوا الواضح والتشهير لا انا ما قولتش منتمين للزمالك ما بتقوله نيران صديقة نيران صديقة لكن يعني اللي ينتعمل الزمالك عمره ما يكشف عيوب الزمالك حتى لو فيها عيوب هل المجلس السابق ليه يد في هذه الحملات؟ ما عرفش ما قدرش اقول انا ما بحبش اوجه اتهم لحقك وانت مش متأكد بدون دليل طيب لكن هناك أشخاص احنا قدمنا فيهم بلاغات للنعب العام قدمتوا بلاغات لأشخاص ان هما بيكونوا هما اللي بيمولوا الحملات؟ لا هما ناس تطولوا على مجلس إدارة المحترم وعلى أعضاء المجلس احنا قدمنا فيهم بلاغات للنعب العام مين؟ لا ناس ناس عادية اكاونتات يعني حسابات اه حسابات بس حسابات منهم حد كان طالع عامل فيديو طيب احنا قدمنا فيه بلاغات سيبك من الناس اللي بيضاقوا لندات فهنا بقا عايدة فرق بقا ايوة ما بين حكتين ايوة اتفضل ما بين جمهور الزمالك اللي بيعبر عن خطبه طول عمره خلال المية وعشرة سنة دي يعني جمهور الزمالك في لحظات بيعبر عن خطبه بطريقة مهزبة والفرق ما بين السوشيال ميديا وما يقودها من فيك اكاونتس او كتاب الالكترونية مغردة للتشهير بنادي الزمالك لاغراض كترة جدا واحنا متعرض لناها دلوقت لكن ده لن يحبتنا ايوة ولن يقسنا لان احنا الهدف واضح هدف قدامنا واضح فكرت في الاستقالة قبل كده لا اللي بيتفكر في الاستقالة ده بيبقى ضعيف الوعي ماد عبد العزيز قال انا فكرنا قال احنا فكرنا في الاستقالة بس مسئوليتنا هي اللي خلتنا نكمل لانا نبحث عن مصالح انا برضو انا ما سمعتش اللي ماد عبد العزيز قال كده وانا معاه كل يوم بس انا شخصيا ما سمعتهش اليوم الخميس انا ما حضرتش المؤتمر الصحفي اعشان كده ليه ما حضرتش بالمناسبة كنت مشغول تمام عندي حاجات عندي شغل كنت شغل انا كنت موجود في النادي باشت مشغول بحاجة مهما للنادي ما فكرتش في الاستقالة هنتكلم عنها طبعا لا انا ما فكرتش في الاستقالة انا بتعرض لضغوط بس انا ما فكرتش في الاستقالة ليه انا متربتي في نادي الزمن منه انا عندي ثمان سنين ويعني 지난 لكن أنا جات لي فرصة أنا مساعدش إليها لكن خلاص أنا تواجدت في موضع مسؤولية هكملها لغاية الآخر لغاية لما نسلم النادي إن شاء الله بإذن الله عنده استدامة مالية شاملة سابتة بتعملوا إيه بقى عشان تحققوا الاستدامة المالية الشاملة؟ حاجات كتيرة لأن الوضع المالي حتى الآن غير مرضي أكيد صح حتى الآن؟ أكيد إيه بقى اللي بتعملوه عشان الوضع يبقى فيه استدامة مالية؟ ورجعت بقى لنا يلا بينا هنستعرض الحلول اللي انتو بتحطوها يعني الفترة دي قدامها دي عشان تتنفذ بالمناسبة إحنا ما عندناش شفية الوقت فما ما قدرش بقى هكتفالسف أقول لك إن إحنا عندنا short term plan و medium term plan و long term plan أنت عايز دلوقتي إحنا شغالين midi action خلاص فهمنا الوضع درسناه وحطينا حلول طيب أي مستند ده حديد الحلول اللي عايزين تقدم ال presentation ال presentation نكمل بعد إذنكم زميل الأعزاء العرض اللي كان قدامنا سريعا علشان نستعرض النقاط ها هتفضل تطوير مصادر الدخل والاستدامة المالية تمام أنا عايز بس أروح قبل دي عشان أقول لك إيه هي أسباب الأزمة المالية فعايز أروح ليه هي مصادر الدخل لناد الزمالك فيه احنا عندنا تلات مصادر رأسيين اه اه وانا في بداية كلامي قلت أن العدو العامل وعدو الجمعية العامية هو الممول الرئيسي لخزينة نادي الزمالك تمام إجمالي قيمة الاشتراكات السنوية بقصات العدويات الجديدة 204 مليون جنيه 204 مليون جنيه تمام ده للسنة المالية كاملة اللي هي بتبتدي من 1-7 أيوة لـ 31-6 لـ 30-6 تمام شهر 36 بصد 30 يوم عليش أنا زودت يوم من عندي طيب بحب الشهر ده حاضر وبعديها عندنا تاني مصدر هو عقد الرعاية مع شركة بريزنتيشن وانا لازم أوجه لبرزنتيشن تحية كبيرة فعلا انه هم من أكتر الناس اللي كانوا وقفين جنبنا ودعميننا في الفترة اللي فات انه هم سهلوا منحكم مستحقتكم المتأخرة آه تمام خلاص نقص لكم قدية من العقد بتاعها كل ده جاي تمام 121 مليون جنيه ده عن الموسم الرياضي 2021 تمام ده تتدي من شهر 10 وبعدين عندنا المتبقي من إيجار محلات النادي بس معلش الرقم ده غلط آه مش 15 مليون لا 49 مليون 49 مليون ده المتبقي آه تمام فالإجمالي هيكون تقريبا 300 و 40 مليون 40 مليون تقريبا موارو لاسه 340 مليون لا آه 340 مليون تمام ده إجمالي داخل نادي الزمالك عن السنة الوحدة الوحدة المالية فالمموار الرئيس النادي الزمالي الاشتراكات أعضاء الجمعية المموين آه خلاص طيب التطوير بقى طيب لأ قبل التطوير احنا يوم 27 11 لما استلمنا لما قلنا النادي كان فيه مليون 250 طيب كان المفروض نروح نحصل بقى تمام 360 مليون دول أو 340 مليون دول كان تم تحصيل 184 مليون جنيه هي قيمة الاشتراكات من الإجمالي 24 فكان متبكي 19 مليون وكان متاخد من قيمة عقد بريزنتيشن اللي هو 61 مليون 121 مليون كان متاخد قبل ما احنا نيجي 60 مليون فكان متبكي لينا 61 مليون تمام ده المتبكي لحد شهر 6 اللي جاي آه تمام والتسعة عشر مليون دول من يوم تلاتين من واحد اتناشر لغاية تلاتين سبعة آه سوري تلاتين ستة تسعة عشر مليون يبقى كده انت بتتكلم في اتنين ادي ثمانين وفضل لنا تسعة واربعين مليون ده بقى المحلات تمام اللي بتدينا نحصل فيها فيبقى الإجمالي 129 مليون احنا كان مطلوب مننا يوم ما جينا ندفع كام كام 256 مليون ده التزامات فورية عرفتوا مثل ايه لو كملت بقى 152 مليون جنيه متأخرات لفريق كرة القدم اه 15 مليون جنيه متأخرات لفريق كرة اليد 10 مليون جنيه متأخرات لفريق كرة السلة تقريبا 17 مليون جنيه متأخرات لفريق التايرة اهي 152 مليون جنيه لفريق الكورة لفريق الكورة ده احنا سددنا منه فريق الاول كورترياد ده 15 مليون جنيه فريق الطايرة 12 مليون جنيه السلة 10 مليون السباحة كان لها 250 ألف وبقية الألعاب هتلاقي كمان في حدود الخمسة مليون ما بين القراطية احنا عندنا 18 لعبة في النادي خلاص فلما تجمع ده هتلاقيهم 256 مليون صرفتوا منهم الديب لما انهم كانوا محتاجينهم فوريا طب ما انا كان اللي في ايدي كان بقى المفروض اللي احنا هيغطينا لغاية اخر السنة مليون وربع بقية 106 لا اللي كان متوفر في الخزنة مليون وربع مليون وربع وانا قلتلك اجمال داخل النادي كله على بعضه 360 مليون 40 مليون 340 مليون اضبوط المتبك منهم عشان كانت تاخد من يوم 1-6 تحصيل الاشتراكات لغاية 30-11 184 مليون فكان متبكلي من المتين وربعة 19 مليون عقد الرعاية بـ 121 مليون كان متاخد منه 60 ففضله 60 يبقى لي كده معاه 80 زائد 49 في الاخر تقريبا مية وربعة مليون او سوريا 129 مليون ده الإجمالي لغاية السنة وانا ما اتنوب فورا ادفع 256 مليون كلها ايه التزامات للألعاب الرياضية من غير كمان مرتبات الأجهزة الفنية ولا جور عمال وموظفين ده كان الموقف عملتوا ايه ساعتها حلتوا ده ازاي سريعا عشان نروح لمصادر التطوير اللي انتوا عايزين تزودوا اشتغلنا وزي ما قلت لحدرتك الدكتور أشرف ساعدنا احنا قدمنا نحصل بعض المتأخرات كانت موجودة عند البنك الاهلي ساعدنا وبرضا حب اشكر البنك الاهلي على دعمه البنك مصر ساعدنا ايه بيعنا اعلانات على سطح محل او فرع البنك الاهلي في ثمانة زمالك كانت شاسيب يتباع ب175 ألف سنة احنا بيعنا شاسيب أكبر من كده بكتير قمنا حوالي 16 مليون في 6 سنين وكذلك في بنك مصر عملنا معاهم عقد اعلان على أحد الفروع تمام بحوالي 9 مليون وربعمية اه ودي كانت حاجات مستعجلة عايزين نجيبها اه الوزارة دعمتنا بخمسة مليون جنيه عشان نرفع الحجز تمام عشان نقدر نكمل اه وحطينا خطة استثمارية خطة الاستثمارية ديت كانت مهمة جدا رقم واحد نحنا بدأنا في تنفيذ مشروع نادي الزمالك باكتوبر واستاذ الزمالك ايه وده تكلفته حوالي مليار ونص مم مضينا ببروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي مم البروتوكول ده مع شركة الانتاج الحربي للانشاءات والاستثمار هم هيمولونا بنظام بي او تي هم اللي هيدفعوه احنا هنقبريت احنا هم هيمولوا ويبنوا واحنا هنقبريت نادي ملك لينة تماما وعلينا رقم اشتراك العدوية من 60 الف جنيه ل 220 الف جنيه اتوقع ان احنا هنفتح باب العدوية 6 اكتوبر 220 الف اول دفعة 3000 عدو وما بقول احنا بدأنا لان احنا في المرحلة الاخيرة احنا هيتعرض علينا الاسبوع الجاي الديزاين الفاينال ديزاين تعالنا دي هيعتمد من اللاجنة الهندسية ومجلس الادارة هنبدأ البناء على طول دي كلها من شأنها نتوفر لكم موارد مانية جيدة موارد فولية طيب عندنا حاجة تانية اللي فكرنا فيها وهي مهمة جدا احنا بدأنا مرحلة تنفيذ شركة الزمالك لكرت القدم بدأتو اكيد خدتو كل الموافقات احنا ما نهمهول حاجة بدأنا يعني ايه يعني بتخدم احنا بدأنا يعني احنا روحنا الاول ايوه فكرنا وقولنا نادي الزمالك ازاي تقدر تستفيد باسمه وحجمه وجمهاريته الكبيرة تمام فاحنا قلنا ان احنا الاول هنتكلم مع مستثمرين كلمنا مع ثلاث مستثمرين كبار مين هم يعني ما اسمح لي انها هي احنا في مرحلة اه فمش هقدر اقول اسامي ثم من اكبر بيوت الاستثمر في مصر تمام هيخشوا معانا مساهمين رأسيين عشرة في المية لكل واحد تمام اجمال الفلوس اللي هتفعلنا من مجرد التوقيع 600 مليون 600 مليون تمام مظبوط نادي الزمالك هيمتلك في الشركة دي 51 في المية تمام عشان يكون ليه الحصة الحكمة احنا مش هندفع فيها فلوس داخلين بالاسف بتاعتنا باسم الزمالك وبممتلكات نوت اونلي قطاع القورة كله فريل الاول تمام قطاع الناشئين المدارس والاكاديميات و هنترح 20 في المية في البورصة الجمهور الزمالك تشتري سهل شركة الزمالك لكورة القدوم ده امتى الحاجات دي تطبق امتى تاخده 600 مليون بمجرد توقيع العقود امتى متوقع ده احنا في مرحلة الأودت دلوقتي المراجعة الأودت مراجعة اه المراجعة على الأسس التقييم احنا عندنا حاجتين بيتقايم الماركت فاليو بتاعة لعبة الزمالك قيمة تسويقية قيمة تسويقية بتاعتها هي تفوق المليار ونص حسب كتير من المصادر و هم بيراجعوا على الحاجات دي دلوقتي و اللي بيراجع مكتب محاسبة معتمد من بيك فور و يتم نخلص المراجعة ان شاء الله بإذن الله هيكون عن نعرض الكلام ده على الجهة الإدارية عشان الموافقة النهائية وفقا للقانون تمام و هنمدي العقود هناخد الكلام ده بقى ممكن تقريبا تقريبا ان شاء الله بإذن الله في خلال شهر شهر ونص بالكتير ان شاء الله بإذن الله لأن الوزارة برضه أنا حب أشكر الدكتور أحمد الوكيل والدكتور أحمد الشيخ مدير التنفيذي للوزارة الدكتور أحمد الشيخ والدكتور أحمد الوكيل ووكيل ووزارة دي برضه من ضمن المساعدات اللي بيدها لنا الدكتور أشرف إنه موفر إنه بيسهل المسؤولين أه شوفوا ودرسوا وقدوا الموفقات القانونية سريعة بشكل سريع عشان ننقص يبقى أنا كده كلمتك على ستادي الزمالك أيوة واللي إحنا بدأنا التنفيذ فيه كلمتك على شركة الكورة عايز أقول حاجة وكانت مفاجأة لنا ناس من المنتمية جدا اللي نادي الزمالك زعلوا لما أعلننا إن إحنا هنعمل نادي الزمالك الجديد لمدينة برتكول مش عارف وناس كتيرة برضو وقال لك أنتوا ليه تعملوا شركة الكورة القدم دلوقتي بقى أنتوا إزاي تعملكم نونج تير مكمتمنت أو عادي من حقكم لأنتوا مجلس إدارة مجلس إدارة زي ما قلت طيب بمناسبة المنتمين لسه كمل لك تكمل قبل الفاصل إحنا كمان عملنا حاجة جديدة إحنا نادي الزمالك مش محتاجة بالرعاوات بس لو تفكرت كويس وابتليت تحط أساس علمي الاستدامة مالية كويسة هتقدر تحط مشاريع ضخمة زي أنا أبا كلمك ومشاريع متوسطة إحنا عملنا موبايل أبليكيشن ده خلاص رسمي استقررته على الشركة وده لسه هتطرحه الموضوع لا المناقسة ترحت ترحت وإن شاء الله بإذن الله قبل نهاية رمضان تمام هيكون الأبليكيشن متاحة زي ما قدامنا على الشاشة ده شكل الأبليكيشن كل زمالكاوي هيقدر يخش على الأبل ستور بتاع الموبايل اللي معاه سواء كان أندرويد أو iOS تمام ينزل أبليكيشن جماهير الزمالك ده للأعضاء والجماهير وده للجماهير فقط لا عندنا اتنين أبليكيشن ده للجماهير الزمالك في أي حتة في العالم بيوفر لهم إيه للجماهير ده بيوفر لهم محتوى جديد محتوى خبر ومحتوى رقم فيديو فيديوهات بس ما لهاش أي علاقة بالحقوق الحصرية لشركة بريزنتيشن اللي أنا مش باعتبرها مورد لخدمة الإعلانات أو الرعاية في نادي الزمالك لا ده شريك استراتيجي لنادي الزمالك ودائماً وحب بشكر استاذ ذاك عبد الحميد صراحة دائماً موجود معنا وأحمد وجيه كمان طبعاً يعني ده عمي النجامد في الفترة اللي فات موبايل دوت هيدي لك أخبار فورية على ما يحدث من نادي الزمالك جميع الألعاب وده واحدة من الحاجات اللي هتزود الوالتي والانتماء للشباب لجميع الزمالك وحاجة تانية بتقتل بيه كمان كم الإشعاعات لإنها تطلع الأخبار من مصادر موثوقة وهو نادي الزمالك والفيديوهات احنا كمان عارفين التارجة أوديونس بتاعنا في دامين الجمهور المستهدف الجمهور المستهدف في دامين جماهير الشابة اللي احنا عارفين دلوقتي فيه تحول في استخدام التكنولوجيا وإحنا في الترانسفورميشن كبيرة الناس دلوقتي عايزها لحاجات السريعة ايه صح أسرع شركة نومت في العالم في الفترة اللي فاتت في الثلاث سنين فاتت شركة تيك توك عشان هي عارفة تخاطب الشباب احنا برضو هنعمل فيديوهات ثلاث ساكن تلاتين ثانية تلاتين ثانية عشان خاطر برضو متخصصة طيب وده يعتبر دخلا جيدا للزمان متوقع السنة دي تمام متوقع السنة دي في أفكار كتير جدا في الابليكيشن دي متوقع السنة دي دخل الابليكيشن ده لأنه هيبتدي ايوة في الهفتو في النص التاني من السنة أربعين مليون جنيه نت وعملينه بنظام البروفيت شير مشارك نادي الزمالك لن يتحمل تعريفة في إنشاء الابليكيشن أو مصاريف تشغيله وده على فكرة محتاجة مبالغ ضخمة عشان تقدر تعمل الابليكيشن بالمنظر ده عملنا بقى كمان اعضاء الزمالك مستعجل على فاصل على فاصل من شوية بس قبل نوطلع لفاصل هسألك سؤال بس هاخد إجابته بعد الفاصل أهلا بكم مرة تانية في المطش يسأل نوارنا الكابتن إبراهيم عبدالله عضو لجنة التنفيذية في نادي الزمالك الجمهوره مهتم يعرف تفاصيل كتير عن فريق الكرة تحديدا والكابتن إبراهيم عبدالله كالعادة سيجيب عنها أعتقد بوضوح شديد منوارنا كابتن إبراهيم أحنا كالتنهاني قبل الفاصل سألتك ده جمهور الزمالك قبل الفاصل سألتك حضرتك أهلاوي قرأتها في أكتر من صفحة في أكتر من رأي من مشجعي الزمالك حاجة دحكة في صراحة ما عنديش جابة يعني أنا ورق راجل أفتخر أن أنا متواجد في نادي الزمالك منو أنا عندي ثمان سنين يعني أنا ساكن جاب نادي الزمالك أصلا ونادي الزمالك ليفضل علي حبيت الزمالك من قبل ما خشته من خلال أخويا عبدالعزيز أخويا الكبير اللي كان معلق فوقته سور لعبت الزمالك وكان عنده كده كشكول قطع فيه سور لعبت الزمالك واحتفظ بيه فترة طويلة وانا كنتم واحتفظ بيه تمام بس أول مرة لبست رينج في حياتي كان ترينج نادي الزمالك كان مكتوب عليه كده نادي الزمالك خرقت بيه من نادي لبسته ولفت بالدنيا كلها عشان انا فخور وسعيد ان انا لابست رينج الزمالك الأصلي فدي حاجة من السخافات يعني انا مش عايز ارد على حاجة زي كده بس حاجة سخيفة يعني ومعرفش مين اللي قالها بس يلا عادي احنا قابلنا سخافات كتير الفترة اللي فيها صح ليه ما عملتوش سفقات في بداية الموسم رغم ان المجلس اللي قبليكم كان بالفعل مخلص تعاقدات مع عدد من اللاعبين طيب قبل ما اقولك ورد على السؤال دوت انا كنت عايزة اكمل حاجتان احنا عملنا قبليكيشن لان التطوير بس مش تطوير مالي كمان احنا تطوير اوتوميشن ادي الزمالك محساسة كبيرة عندها اشغل سيستم واحد بس هو سيستم الاشتراكات احنا ما عندناش سيستم مالي وإلى الآن نادي الزمالك بيدير حساباته دي كلها بإكسل شيت ومانوال تمام فعملنا اوتوميشن في المنطقة دي عملنا حاجة كمان عشان نسهل على العود وضينا مع البنك مصر عقد سوري بقضينا مع البنك الاهلي عقد مهم جدا اسمه اعضاء الزمالك برضو موبايل قبليكيشن زي ده بس مختلف ده الاعضاء الزمالك عشان تزيد الاشتراكات تقدر تسدد بيه الاشتراكات تقدر تسدد بيه اي التزامات مالية للنادي اشتراكات الاكاديميات كمان حاجة كمان خدمة عملناها للعود ان انت تقدر تدفع من عند فواتير الكهرباء وفواتير الميا وخلفات المرور كل حاجة ده برضو احنا عملناها ممتاز على فكرة ده هيشتغل بإذن الله بعد عشرة أيام من النهارة طيب حلو جدا حاجة كمان ليه ما عملتوش صفقات؟ حقولك عليه ليه ما عملتوش صفقات؟ حقولك ليه ليه ما عملتوش صفقات؟ بس دي مهمة الأول يعنيش ليه ما عملتوش صفقات؟ ده سؤالي ده أنا بسأله لأن احنا عندنا فرقة قوامها محترم وما اتطلبش مننا في بداية الموسم ان احنا نعمل صفقات احنا اتطلب مننا في موسم الانتقالات الشتوية احنا كمان حاجة مهمة احنا جينا بعد ما موسم الانتقالات الصيفي كان انتهى كان قرب ينتهي كان فاضل في قد ايه؟ ايام طيب حضرتك احنا فاضلين ايام وموسم الانتقالات ينتهي الصيفي المركات الصيفي مزبوط هيقفل وانا عندي كل التحديات دي وعندي فرقة مستقرة الموديل الفني ما طلبش مننا هنتبرع ونروح نشتري العيبة ليه وزود أعباء مالية ليه؟ علماني الفرقة مستقرة لكن لما اتطلب مننا في موسم الانتقالات الشتوية تدعيم الفرقة بمهاجم احنا جبنا اتنين مهاجمين اللي طلبهم مستر باتشيكو طلبهم بالاسم مستر باتشيكو احنا عدنا كمجلس دارة مع باتشيكو تلات مرات اول مرة كان في وجود الكابتن ايمان يونس كان موجود معنا احب اوجيه للشكر على الموجود اللي عمله في الفترة اللي كان موجود فيها طبعا كان موجود فيها قال انه ما كانش عارف يشتغل انا مش عارف ايمان هو كابتني كمان يعني ما رفهم بدي من الزمان كان بيشتغل بجهده باخلاص اي هو حس انه هو حب اكمل الفترة اكمل فترة ومشي مجدتش خلصت المهمة اللي كان هو من اول يوم بصراحة هو كان بيقول انا قاعد فترة عشان عنده شغله وبيته تمام وايمن قدى الفترة دي بمنتهى الامانة وبمنتهى الاخلاص بشيكو طلب بدائل مهاجمين اه اعطوا طلب مرات معا ثلاث مرات مرة في وجود الكابتن ايمن كان الكابتن اشرف قاسم حب اشكره برضو على المجهود اللي عمله في الفترة اللي اداها وهو ابن مخلص النادي والكابتن عبد الحليم مدير الكورة برضو حب اشكره جدا على الفترة اللي اداها وكانت الفترة دي هي اول لقاء كانت تعارف من مستر باتشيكو الجهاز الفني ومالي السيدارة المرة التانية اللي عادنا فيها مع مستر باتشيكو كانت بعد ما تشغل حالها اه بعد الخسارة بعد الخسارة من مدش المحال طلبنا نقعد معاه عشان نسأله انت عندك مشاكل ايه هل انت مش مستريح في الجهاز الفني اللي معك هل انت مش مستريح مع عبد الحليم واشرف والراجل قالك لا انا مستريح وكل حاجة تمام وما عنديش مشاكل وانا اللي اتحمل الخسارة واللعيوة بتاعت رجالة وانا احترمته لما دفع اللعبته بس دي كانت الاعدة وكانت اقل من دي الساعة اعدة التالتة اعدة الاقالة لا اقولك اعدة التالتة كانت يوم 28 يناير اه او قبلها بيوم تمام حاجة زي كده لما كان عايز يجيب مهاجم وهو طلب انه يجيب مهاجم بعد موافق على رحيل مصطفى محمد هو اللي وافق هو كتب ورقة أليف الورقة الورقة دي قال فنيا ارى ان مصطفى محمد مفيد وجوده النادي الزمالك لكن لا استطيع الوقوف ضد رغبة اللاعب الشديدة في الاحتراف واحترم رغبة الادارة لا واحترم رغبة اللاعب في الاحتراف تمام واترك الامر لمجلس الادارة فيما تراه فيه منفعة للنادي الزمالك فمشي مصطفى محمد فمشي مصطفى محمد طيب البدائل هو اللي اختارهم اختار سيف ومروان هو حط خمس اسامي تمام وطلب منهم واحد اي حد منهم ومن الخمسة دول كان سيف ومروان اكيد كان رقم تلاتة انا معاديش مش هادر اقول اسامي التانية لانه هم بيلعبوا في قندية اخرى مانا لهم التوفيق السيف كان رقم تلاتة سيف كان رقم تلاتة اه سوري مروان مروان رقم تلاتة ورقم اربعة سيف لا خمسة لا انا هقولك في الاعدى دي سابت اللي وعماد عبدالعزيز سأله انت عايز واحد ولا اتنين قاله انا عايز واحد قاله لو جبنالك اتنين قاله يبقى سوبر بس كان سيف الجزيري واحد برضو مطلب جمهيري تعرض على نادي الزمالك ونادي الزمالك سأل سأل مين باتشيكو قاله عايز باتشيكو قاله انا كمان بعد ما وصلنا التفاوض مع سيف الجزير المجلس فوصل في التفاوض مع سيف الجزيري وبقى قريب جدا قاله ايه رأيك في سيف الجزيري قال روح لعيب مناسب لنادي الزمالك دكتور حسين السمري لما سألته قال لي اخطأنا طبعا اسأنا التقدير قالها بالظبط كده فانه لاعب ما ينفعش لاعب في افريقيا جبناه بعد ما لاعبت هنا دي فرق تاني انت السؤالي لا معلش انت السؤال باتشيكو كان موافق وانا مش موافق ما هو باتشيكو موافق فنيا لكن انتو تحددوا ينفع تستفيدوا منهم في افريقيا ولا لا هقول لحضرت يبقى انا كده جوابتك عالسؤال ان اللعيب اللي جات تمام هو كان طالب خمسة ما كانش فيهم سيف الجزيري تمام وبعدين لما تعرض واضحة جدا واحد منهم جبناه ولمما اتعرض سيف الجزيري عليه قال انا موافق عليه يبقى كده هو موافق مظبوط يبقى احنا اخدنا رأيه موافق اما جزء ان هو مقيد افريقيا ولا مش مقيد افريقيا انا ما اقدرش اقول لك هي غالت اتنين خلاص وما اقدرش المي لهم على حد ان المدير الاداري او الاداري او باتشيكو نفسه انا ما عرفش التواصل كان مع مين خلاص ولكن انت محتاج سيف الجزيري في الدور المحلي ولا مش محتاجه انت ما بتتعاقدش مع العيب فقط عشان بتوبت افريقيا انت تعاقد معها عشان كل حاجة عشان كل حاجة ومن ضمنهم بطولة افريقيا قد تكون خطأ حصل ولكن ده لا ينفي ان سيف الجزيري لعيب محترم ولعيب محاري وحيفيد الزمالك بامكانيات الفنانية وانك انت نفسك قدامي ففي بعض كتب ان ابراهيم عبدالله هو اللي اقنع سيف ان انت هتعرف تلعب في افريقيا وحنا هنتصرف اه ولا لا انا هو الحاجة انا مش بحب دافع على نفسي هو مجرد مش مش اتهام قدمه الناس كتبته فانا بسألك يعني انا صيف الجزيري انا كان كل دوري في التفاوض المادي مع نادي المقاولين عشان يخفضوا وخفضوا؟ مش انا اللي عرضت على يعني انا عايزة اقولك حاجة انا ما عرفش عسام اللعيفة ولكن احنا في مجلس ادارة تعلمنا بقى في شغلنا وتعلمت من نادي الزمالك في مجالس ادارة سابقه كتير ومجلس ادارة ده احنا عندنا ديمقراطية الحوار على ترابيسة المجلس دكتاتورية التنفيذ كلمة بتقولها دائما اه دكتاتورية التنفيذ فكلنا بنحترم فلو في ناس بترى ان كان في خطأ اداري ما انا بس اللي بوضحه انه هناك فنيات هي اللي خلت سيف الجزيريكم موجود وانا مسر انه سيف الجزير لعيب مفيد للزمان عدم لاعبه في بطورة افريقيا مقسم بالله انا ما كنت تعارف ولا عرف ولا اتسألت فيها وانا ما عرفش عاجة امشتع كورة بس انا ده ما ينفيش ان انا متواجد طيب اسئلة بنعم ولا يعفيني من اي مسر انه كان فيه غلط اسئلة بنعم وبلاه سريعا جدا حضرتك صاحب قرار رحيل باتشيكو باتشيكو رحيل نعم ولا ليل اول هي تفرق فيه عشان الناس كتابتها فانا ببقى عايز افهم من الشخص نفسه لا ما برضه انا هقولها حاجة حاجة انا لازم احترم اكون عدو في مجلس دارة نادي الزمانك واحترم القرور اللي بيطلع وما يتم منقشته في مجلس الادارة مفروض ما يطلعش باتشيكو كان ضعيف كشخص ضعيف ما بيعرفش يسيطر على الفرق لا لا انا اقدر اقوله لك انا برضه ما اقدرش عايب في مستر باتشيكو يعني بس انا لا اقدر اقوله لك وجهة نظري بقى كرياتي ان احنا ما كناش بنخسر فنية كنت بتخسره ايه؟ انا كنت شايف انت بتخسر قودة لبس قودة لبس فيش اندباط المسؤول عن الاندباط مين؟ باتشيكو ولا الادارة الكرة؟ اول واحد مسؤول على الاندباط المدير الفني المدير الفني هو المسؤول عن الجهاز كله اه هو يقدر يعاقب هو يقدر يعاقب هو يقدر يعاقب صحيح لا انا من سوبرمان انا شخص بقى ادي دور في نادي الزمالك بس انا من سوبرمان انا واحد من دمن لجنة محترمة بتعمل كل حاجة عشان تدير نادي الزمالك صح ومحبش اعرف اخضار انا محبهاش لكن اللي انا عادر اقوله لك ان اه انا وجهة نظري كرياضي ولعيب وعيشت حياة الملعب ممكن كنت اشوف عدم اندباط شوية لكن ده مش معناها ان انا برضه اقول ان انا تعلمت على ايد مين؟ دكتور كامال درويش البيت على ايد هو اللي توسط لتعيين حضرتك؟ لا خالص ولم يتدخل وبرضه عايز اقول حاجة فلسفة اللي جان اللي اتعملت ايه؟ انت محكوم بلايحة هي تجيب لك تلات قضاء ولجنة تنفيذة لا تلات قضاء خلاص طب انت تلات قضاء محترامي لخبراتهم وانا مقصودش هنا عشان بابراهيم وهو يعمل بمنتهى الاخلاص في النادي وقال اعماد بابراهيم اللي هو متواجد هو رئيس النادي بيروكستريت ما بيننا وبيدي مساحة لكل واحد يشتغل سامي بيه ودكتور حسين والدكتور ريحية ايه ولكن انت مكبل بلايحة ان هي ممكن تجيب لك ناس ما عندهمش خبرة ادارة الاندية فكانت دكتور اشرف دي وجهة نظر في كده انه عمل اللجنة الفن تنفيذية تكمل المجلس وعمل لجنة الحكمة عشان برضو ايه هي كونت مين دكتور كامال درويش رئيس النادي السابق دكتور محمد عامل رئيس النادي السابق أسماء محترامة وكريكا كابتن احمد مصطفى والاستاذ فعلنا عمد ناقص دقيقة حسن فيهم خمس اسئلة مش هتنازل عنه انا اخد اجابات الخمس اسئلة تمام فعايز بقى كده نسرع ريتم شوية والله انا مسرع ريتم شوية انا مفيش ولا سؤال ما اجبتش تليه طيب نعم او لا يعني اسرع اجابة ممكنة لا اشرف اسم وعبدالحليم علي كان في بينهم خلافات لا لا في حدود معلوماتي لا في حدود معلوماتك طبعا دونا عن كل مدرب العالم رايحين تييبوا المدرب اللي مشي في توقيت زي ده في الزمالك ليه هو كارترون لما مشي هرب ولا استقال استقال دفع شرط الجزاء ومشي قانوني بس التوقيت صعب جدا هناك اسباب دفعته للاستقالة وهو جاوب عنها في المؤتمر الصحفي لما قالي تدخل في عمله انا مقتش موجود في الفترة دي كما انا مقتش موجود في مصر قيل انكم قلتوله في المؤتمر الصحفي لما تتسئل قول ان انا مشيت بسبب التدخل في عملي من المجلس الصادق هل هذا يعقل هل هذا يعقل ان احنا نقول له واحد لا طبعا لا طبعا اطلاقا ولا يمكن اي حد في السادة المحترمين يقدروه يقولوا كده اليد فرقة اليد في تسعة لعيبة عقدهم لازم يتجدد ياما هيمشوا بنهاية الموسمة تخلصوا ده امتى فيش حد يمشى من نادي الزمالك ازاي الزمالك بيحافظ على ابنائه ايوه ازاي هنجدد العقود امتى في اسرع وقت ممكن ده ناقص شهر ونص احنا في فلوس جاية نادي الزمالك مع حضرتك برضو خدتني في حوارات القرى ومين ماشى بتشيكه احنا اتكننا في الجزء اللي واني على الفلوس جاية لكن هو الاهم ان انا انا جاية طب من جمهير الزمالك اللي عاشت الفترة اللي فاتت متوترة بسبب الازمة المالية فانا دلوقتي بقول احنا نفزنا وابتدينا وشرعنا ونفزنا فعلا مشروعات هتدير للنادي اموال كبيرة عشان نحقق استدامة مالية ونسلم النادي لمجلس ادارة جديد منتخب مستقر ماليا ومن ضمن الاستقرار ان احنا نحافظ على الالعاب وان احنا هنطلع فلوس للهندبول والسلة والطايرة والباقي الالعاب واللعيبة بتاعتنادي الزمالك وانا بقولك بقى الهندبول بالذات ايوة خلاص لان انا تماما واحد منهم زي بقية الالعاب كلهم تقولت لهم اللي عايز يمشي يمشي فعلا احنا من ضمن الاشعات لا يعني ستيفن لعب الطايرة هيلعب ماتش الاهلي انا مش عارف ايه مشكلته انه لسه ما تقيتش ما تقيتش ليه مجلس الادارة على فكرة يعني برضو تقال كلام كتير اوه في الموضوع ده وما كانش صحيح لكن اللي اقدر اأكده لك ان مجلس الادارة يوم الاربع اللي فات وفر الاموال اللازمة عشان تتدفع اتحاد المصري ونقابة المهن الرادية والاتحاد الكندي وتم تحويل الاتحاد الكندي انا هيلعب ماتش الاهلي انا بقول لحضرتك انا مش الادارة تاع الفرقة لكن انا مسئول وعدو مجلس ادارة دوري انا كمجلس ادارة ايه اوفر الاموال اللازمة احنا وفرنا الاموال اللازمة اللي بيقوم بالاجراءات بتاعت التسجيل بقى مش انا وانا مش متطلع عليها في حد تاني متطلع عليها وهو ادارة النشاط الان البعض قال ان بياني الدكتور الاستسرية حشيش تهرب من المسئولية لما قال انا مالي ولاسته فنيا ايه رأيك؟ هو طارق ما بيتهربش من المسئولية طارق عدو اسيل معانا واحنا ما بتعتبرش ان طارق بس هو مستشار مالي لكن هو عدو مجلس دارة معانا يعني هو طارق انا عارف طارق طارق شخصيته ما تهربش من اي حاجة اخيرا والله يسأل ايه الاخير زملائي العزاء انا اسف جدا داخل الانتخابات الزماليك اللي جاية؟ لا لا ده قرار ولا اصلا ما يحقلكش لا يحقلنا لكنك مش داخل لا ما فكرتش في الموضوع من بابه هتفكر ولا مقرر انه لا بعد ما فكرت لازم الاول نعدي نادي الزمالك بطموحاته تمام ونسلم لمجلس ادارة منتخب اذا انت داخل الانتخابات اللي جاية؟ لا مش هتخل الانتخابات ايه جاية انا ما قلتش اه طبعا اه كابتن ابراهيم انا بشكرك جدا جدا على بيدك معايا نورتاني نورتاني وربنا يعينكم وان شاء الله نبرك لكم قريب على تخطي المحنة الحالية فيما يخص افريقيا تحديدا ثم محنة المال اللي قلت ان فيها حلول ستتم خلال اشهر قليلة نادي الزمالك يعني يعرف يعدي اي محنة يا رب ان شاء الله نورتاني وشرفتاني يا تبراهيم شكرا واتمانا ما كنش تهلت عليك لا خلص شكرا 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 لكم نورتونا في بداية اسبوعنا وبعتذر جدا على الاطالة لكن بكرة لقاءنا الساعة 11 على صدر البلد هاي كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت الى النقاط